السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني السنوي حباب قلب المحترمين بطخة الجميلة هذه المراجعة صنعت بحب حبيب قلب الجميل إن شاء الله من قبل ما تبدأ كده معنا فيديو المراجعة احنا عملنا لك إن شاء الله مراجعة بسيطة كده بنفكرك بيها حبيب قلبي بكل أجزاء المنهج شرح مبسط وسريع يعني احنا عملنا لك شرح سريع كده إن شاء الله للمنهج كله في 45 دقيقة ده كده عنوين وتلخيص سريع بعدها إن شاء الله بنحل معاك حبيب قلبي الجزء الخاص باختبارات المحافظات تعالى كده بقى بطل إن شاء الله نبدأ مع بعض بداية بسيطة خالص نفكرك بالمنهج كله بس هنفكرك بإيه هنفكرك يعني نتذكيرها سريعا يعني هنلملك الموضوع كده في دقايق مع جودة إن شاء الله طب تعالى نتكلم الباب الأول كله زي ما أنت عارف كان بيتكلم على حاجة اسمها بنية الزر طبعا أنا هنا ما بشرح لكش تاني يا حبيب قلبي وإنما أنا بعمل لك ريفريش كده لإن أنت دخلت في الامتحانات وأكيد طبعا إيه يعني في حاجات ممكن تبقى تنسل فإحنا قلنا إن العلماء قاعدوا يعملوا محاولات عشان يعرفوا إيه تركيب المادة والزر هذه المحاولات كان أولها مين بقى يلا نبدأ كده سريعا قلنا أولها يرجع إلى حاجة اسمها فلاسفة الإغريق على رأسهم واحد اسمه ديمقراطس ديمقراطس اللي قال أن أي مادة يمكن أن تتجزأ إلى وحدات أبسط فأبسط حتى نصل لوحدات لا تقبل التجزئة سمها الزر عشان ييجي بعدها بطل واحد تاني كده مجنون اسمه أريستو أريستو اللي هيرفض فكرة ديمقراطس ويقولك لا ده أنا أي مادة عندي تتألف من أربع مكونات رئيسية ميا وهوى وتراب ونار بنسب معينة وأنه بتغيير هذه النسب يمكن أن تحويل أي معدن لمعدن آخر أو يمكن تحويل المعدن الرخيصة إلى معادن نفيسة وقلنا جماعة على الرغم أن الفكرة دي فكرة متخلفة إلا أنها شلت تقدم علم الكيميا لأكتر من ألف سنة لحد ما جي الحمد لله ربنا كرمنا بواحد بيفهم كده اسمه بويل بويل رفض فكرة أريستو وعمل إيه يا فنديم؟ ووضع أول تعريف للعنصر يبقى إنجازات الرجل ده أنه رفض فكرة أريستو وضع أول تعريف للعنصر قال أن العنصر مادة نقية بسيطة لأنها تتكون من زرات واحدة وبما أنها بسيطة يبقى لا يمكن تحليلها يعني تبسطها لما هو أبسط منها بالطرق الكيميائي المعروف عشان يجي بعديه واحد محترم اسمه دالتون قلنا دالتون يا جماعة ده وضع مجموعة من الفروض عن تركيب المادة أنا بفكرك بس بسرعة قال أربع حاجات واحد قال إن أي مادة بتتكون من دقائق متنهيات الصغر سمها الزرات قال إن الزرات مسمطة وغير قابلة للتجزئة قال إن زرات العنصر الواحد لها نفس الكتلة ولكنها تختلف من عنصر لآخر قال كمان أن أي مركب ينشأ من اتحاد زرات عناصره بنسبة عددية بسيطة ومحدد عشان يجي بعد كده واحد جميل اسمه تومسون تومسون اللي هيكتشف آشعة المهبط قلنا يا جماعة تومسون ده اللي كان ليه إسهام كبير في اكتشاف آشعة المهبط عن طريق تجربة اسمها التفريغ الكهرابي الرجل المحترم ده جاب الغاز وحطه تحت ضغطه منخفض وفرق جهده مرتفع فانطلق سيل من الآشعة غير المرئية زي ما احنا عارفين أطلق علي العلماء اسم آشعة المهبط أو آشعة الكسد أو عرفوها بعد كده باسم الإلكترون وده كان بداية اكتشاف أن في حاجة اسمها أصلا إلكترون طبعا لما اكتشف آشعة المهبط بش بس كده ده كمان بدأ يدرس خوصها فقال إنها بتتكون من دقائق متنهية الصغر سمها الإلكترونات قال كمان إنها ذات شحنة سالبة قال إنها بتسير في خطوط مستقيمة إذا تعرضت لمجال كهرابي أو مغناطيسي تنحرف عن مصارها وده لأن هي مشحونة هي سالبة لو دخلت المجال الكهرابي بتنحرف في اتجاه القطب الموجب مش بس كده ده لو سقطت على أي معدن هذا المعدن يتوهج ويشعع حرارة مما يدل على أن لها تأثير حراري وأخيرا لما جربوا وأعدوا يغيروا مادة المهبط والغاز لقوا إن أشعة المهبط لا تتغير فقال لك لا تتغير طبيعتها بتغيير نوع الغاز أو مادة المهبط دليل على أنها موجودة في كل المواد ومن هنا جيل باش مهندس وقام عامل نموذج عن الزرة سمى نموذج زر التومسون في نموذج زر التومسون لو أنت فاكر كان بيقول الزرة عبارة عن كرة متجنسة مصمطة من كهرباء مجابة يبقى هو تخيل إن هي كهرباء مجابة متوزعة بشكل منتظم مطمور فيها يعني موضوع فيها إلكترونات سالبة وده بيجعل الزرة ككل متعادلة كعربية جميل جدا عشان نيجي بعد كده على رقم سابعة تجربة رازرفورد قلنا جماعة العالم اللي اسمه رازرفورد حط فكرة تجربة بس مش رازرفورد اللي نزل نفذ التجربة اللي نفذ التجربة اتنين من طلابه هما جايجر ومارسدين وقلنا تاني حبايب قلبي أن فكرة التجربة تعتمد على إسقاط آشعة ألفا على لوح معدني مبطن بكبرتيد الخرسين وقلنا جماعة شمعنا كبرتيد الخرسين لأن آشعة ألفا تحدث وميدا عند الاستضام بجدران هنا أو عند الاستضام آسف بكبرتيد الخرسين من خلال التجربة هو قال لهم الأول أسقطوا الآشعة مباشرة وبعد كده حطوا قطع رقيقة من الزهب زي ما احنا أخذنا بعد وضع رقيقة الزهب ظهر ثلاث حاجات معظم الآشعة نفذت استنتج من خلالها أن الزرة معظمها فراغ وليست مصمطة جزء ضئيل جدا جدا من الآشعة ارتد قال لك الاستضامه بجسيم صغير الحجم عالي الكسافة سمان نواة جزء ضئيل جدا كمان انحرف عن مصاره ده بسبب تنافره مع النواة فاستنتج أن النواة مجابة الشحنة من مجمل هذه المشاهدات التلاتة وضع رازرفورد تصور عن تركيب الزهرة سماء نموذج زرة رازرفورد في نموذج زرة رازرفورد يا شباب زي ما احنا أكدنا يطلق على هذا النموذج اسم نموذج المجموعة الشمسية بداية تاني كده بشكل ملخص الرجل المحترم ده في كلامه عن الزهرة شرح ثلاث حاجات اتكلم عن الزهرة اتكلم عن النواة اتكلم عن الالكترونات شبه الزهرة بالمجموعة الشمسية حيث تحتوي على نواة مركزية تشبه الشمس تدور حولها الالكترونات مثل الكواكب قال كمان ان النواة اصغر بكثير من الزهرة وده عرفه من الجزء الصغار اللي ارتد تمام كده وقال تتركز بها كتلة الزهرة كما انها زاد شحنة مجابة وكل الكلام ده هو شافف المشاهدات اما عن الالكترونات فقال عنها اربع حاجات قال شحنتها سالبة قال كتلتها ضئيلة يمكن اهمالها قال عددها بيسوي عدد الشحنات المجابة لذا فالزهرة متعدلة قال ان الالكترون اثناء الدوران لا يسقط في النواة وده بسبب تأثر الالكترون بقوتين ومقوة جذب النواة نحو الداخل وقوة الطرد المركزي الناشئة عن الدوران وبالتالي فان الالكترون يظل سابتا في مداره وعلى الرغم من نجاحاته الا ان كان لي الراجل قصور واحد او فشل واحد زي ما بيسموه انه لم يعطي تفسيرا لكيفية دوران الالكترونات حول النواة عشان ييجي بعد كده رقم تسعة قلنا جماعة الطيف الزري ونموذج بور قلنا جماعة ان بور درس حاجة اسمها الاطياف الزرية ومن خلال دراسته للاطياف الزرية تمكن من وضع تصور عن تركيب الزر سما نموذج بور بنفكرك تاني الطيف الزري قلنا هو الطيف الناتج من تسخين الغازات او ابخرة المواد تحت ضغط منخفض ودرجة خرارة عالية اي غاز او بخار تعمل فيه كده هيتلغ لك طيف يعرف باسم طيف الانبعاث الزري هذا الطيف عند تحليله باستخدام مطياف هيتحلل الى عدة خطوط ملونة يفصل بينها مسافات معتمة قلنا عشان كده سموه الطيف الخط بور درس بقى طيف زرقة الهايدروجين ومن خلاله قدر ان هو ينجح في وضع تصور عن التركيب الزري يعرف باسم نموذج بور اكدنا تاني ان بور استخدم نفس فروض رازر فرد فقال ان الزرة تحتوي على نواة مركزية مجابة الشحنة قال ان عدد الالكترونات السلبة بيساوي عدد الشحنات المجابة في الزرة متعدلة قال كمان ان بينشع عن دوران الالكترونات حول النواة قوة طرد مركزية نحو الخارج تعادل قوة جذب النواة لذا فان الالكترون لا يسقط في النواة بس اضاف مجموعة من الاضافات افكرك بقى باضافاته واحد تدور الالكترونات حول النواة في مدارات محددة وثابتة تعرف باسم مستويات الطاقة الرئيسية والمناطق بين المستويات يحرم موجود الالكترونات فيها ليش ممكن الالكتروني يبقى موجود بمستويين اتنين تدور الالكترونات بسرعة فائقة حول النواة دون فقد او اكتساب طاقة والزرة في الحالة المستقرة ثلاثة تدور الالكترونات طبعا كلما بتعانى عن النواة تزداد طاقة الإلكترون وطاقة المستوى فالمستوى الأقل في الطاقة هو كي والمستوى الأعلى في الطاقة هو كي مش بس كده قال كمان البش مهندس إن الإلكترون يدور في الحالة المستقرة للزرة قريبا من النواة اللي يسمها أقل المستويات المتاحة حتى إذا ما اكتسب الإلكترون كم من الطاقة لحد ما الإلكترون ياخد كم من الطاقة بالتسخين أو التفريغ الكهرابي فإن بعض الإلكترونات كانت بتتحرك من مكانها المستوى أعلى وتصبح الزرة مصارة طب بعد وقت تصبح الزرة مصارة هل بتفضل مصارة إلى مال نهاية؟ قالك لا ثم سرعان ما يفقد الإلكترون هذه الطاقة مرة أخرى على هيئة إشعاع له طول موجي معين وتردد معين ويعود مرة أخرى لحالة الاستقرار على الكلام ده حبيب قلبي كان عندنا حاجة اسمها نتائج بور ونجاحات بور وقصور بور في نتائج بور أوعة تنسى أهم واحدة طبعا أكد أنه لا يمكن أن يستقر الإلكترون بين مستويات طاقة ولكنه يقفز قفزات محددة مش بس كده ده أهم واحدة واللي عليها أسئلة كتير أوضحت حسابات بور لأنصف أكتر مستويات الطاقة إن الفرق بين المستويات غير سابت ولكنه يقل كل ما بتعادنا عن النواة ومن هنا أكدنا على حاجة يبقى طاقة المستويات بتزداد لكن الفرق بينها بيقل كل ما بتعادنا عن النواة مش بس كده ده أنت كان عندك بقى كمان تحتها حاجتين كان عندك حاجة اسمها نجاحات بور قلنا نجاحاته جماعة كانت اتنين واحد فصر طيف ظرة الهيدروجين تفسيرا صحيحا وأدخل فكرة الكام لتحديد طاقة الإلكترون في المستويات وقلنا أن الكام هو مقدار الطاقة المكتسبة أو المفقودة عند انتقال الإلكترون من مستوي إلى آخر إن النبور بالرغم من النجاحات دي للأسف كان لي قصور طب بور غلط في كم حاجة أو أثر في كم حاجة؟ قالك والله هو أثر في أربع حاجات واحد لم يستطع تفسير طيف أي ظرة ما عدا ظرة الهيدروجين هو الظرة الوحيدة اللي فصرها الهيدروجين هو يعرف يفسر أي ظرة أو أيون به إلكترون زي ما احنا قلنا اتنين تعامل مع الإلكترون على أنه مجرد جسيم مادي سالب الشحنة ولم يأخذ بالاعتبار أن له خواص موجية يبقى هو قال أن الإلكترون مادة وهيثبت بعد كده أن الإلكترون حكتين مادة وموجة له طبيعة مزدودة افترض أنه يمكن عمليا تحديد مكان وسرعة الإلكترون معا في وقت واحد وبدقة والكلام ده طلع يستحيل عمليا كمان كان بيعتقد أن الإلكترون بيتحرك في مصار دائري ولو افترضنا أن الكلام ده صحة تبقى الظرة مسطحة وقد ثبت بعد ذلك أنها كروية تأخذ الأبعاد السلاسة عشان كده يا جماعة قامت نظرية أخيرة كان اسمها النظرية الزرية الحديثة ولذلك قلنا النظرية الزرية الحديثة قامت عشان تعمل إيه؟ قالك قامت عشان تعالج أخطاء بور في فهم التركيب الزرية عدلت عليه تلات تعديلات دي اسمها تعديلات النظرية الزرية الحديثة على نموذك بور واحد هو قال أن الإلكترون جسيم مادي ولم يأخذ في الاعتبار أن له خصائص موجية ردت عليه النظرية الزرية الحديثة بالطبيعة المزدوجة للإلكترون اللي حطها عالم اسمه دي براولي وقال أن الإلكترون جسيم مادي سالب له خصائص موجية هو قال يمكن تحديد موضع الإلكترون ردت عليه النظرية الحديثة بمبدأ سموه مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج اللي قال له فيه أنه يستحيل عمليا تحديد مكان وسرعة الإلكترون معا في وقت واحد وبدقة وأن التحدث بلغة الاحتمال هو الأقرب للصواب وأخيرا حاجة اسمها المعادلة الموجية والنظرية الميكانيكية لشرودينجر المعادلة الموجية لشرودينجر دي يا جماعة اللي أمكن بحلها حاجتين المعادلة دي لما تحلت عملت حاجتين واحد تغيير فكرة دوران الإلكترون إيه بقى الفكرة اللي كانت موجودة وإيه الفكرة الجديدة قلنا يا جماعة غيرت فكرة دوران الإلكترونات حول النواة من أنها مجرد جسائمات مادية تدور في منطقة محددة وسابتة تعرف باسم مستويات الطاقة إلى أنها تدور في مناطق من الفراغ حول النواة يزداد فيها احتمال وجود الإلكترون تعرف باسم الأوربيتال وقلنا ثم اتسع المفهوم ليصبح حاجة اسمها السحابة الإلكترونية وفرقنا جماعة من تعريف السحابة والأوربيتال وقلنا أن السحابة منطقة من الفراغ حول النواة يحتمل وجود الإلكترون فيها في جميع الاتجاهات والأبعاد بينما الأوربيتال منطقة من الفراغ هي منطقة داخل السحابة يزداد فيها احتمال وجود الإلكترون يبقى منطقة الاحتمالات كلها هي السحابة ومناطق زيادة الاحتمالات تعرف باسم الأوربيتالات مش بس كده ده أمكم كمان بحل المعادلة الموجية الحصول على أربع أعداد تعرف باسم أعداد الكم أعداد الكم طبعا يا جماعة زي ما أنا قلت لك في الملخص وبقولها لك لمرة الأخيرة اللي قدر العلماء من خلالهم يوصفوا الزرة وصفا دقيقا بيوصفوا ايه بقى؟ قال لك والله احنا عندنا زي ما احنا قلنا جوة الزرة تاني كده سريعا حاجة اسمها مستويات رئيسي المستويات الرئيسية دي طلع جواها مستويات أصغر منها سمناها مستويات فرعية هذه المستويات الفرعية طلع جواها مناطق من الفراغ بيزداد احتمال وجود الإلكترون فيها اسمها أوربيتالات وهذه الأوربيتالات كل منها يتشبع باثنين إلكترون قلنا هذه المنكونات الأربعة حبيب قلبي يمكن وصفها بأربع أعداد تعرف باسم أعداد الكم فأول حاجة كان عندنا مستويات رئيسية مستويات رئيسية اللي هم عددهم لا يزيد عن سبعة رموزهم كانت K-L-M-N-O-P-Q يعبر عنهم بقى بعدد اسمه عدد الكم الرئيسي أهو عدد الكم الرئيسي حبيب قلبي والذي يرمز له بالرمز N طب ده بيتراوح من كم لكم؟ قلناه والذي يتراوح من واحد لسبعة يبقى أنت يحقلك أنك تقول رمز المستوى أو رقم المستوى رموزهم K-L-M-N-O-P-Q عددهم اسمه عدد الكم الرئيسي يا جماعة الذي يرمز له بالرمز N وبيتراوح من واحد لسبعة يبقى المستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع بعد كده عرفنا أن كل مستوى رئيسي جواه مستويات فرعية بيعبر عنها عدد اسم وعدد الكم السنوي المستويات الفرعية كان بيرمز لها بأربع رموز S و P و D و F أما الرقم اللي بيعبر عنهم في اسمه عدد الكم السنوي L-S-M-L حيث L-S-M-L كانت بتبدأ من صفر إلى N ناقص واحد وقوعاتين سنة أن عدد الكم السنوي له قيمة سابتة يعني أنت لو عايز تتكلم عن عدد الكم السنوي للأساتزة المحترمين دول يبقى البش مهندس ده L بتاعته بصفر ده L بتاعته بواحد ده L بتاعته باثنين وده L بتاعته بثلاث جواه ده بقى في أربع تلات بيعبر عنها عدد اسمه عدد الكم المغناطيسي وقلنا جماعة أن إحنا لما حسبنا عدد الأربع تلات في كل مستوى فرعي طلع أن الاس بتاعنا ده جواه أربع تلواحد بينما الP جواه تلاتة بينما الD جواه خمسة بينما الF جواه سبعة كل أربع تل من دول بيعبر عنه بعدد اسمه عدد الكم المغناطيسي ويرمز له بالرمز ML سمول حيث ML تتراوح من سالب L وتعدي على الصفر لحد موجب L يعني لو L عندك بواحد يبقى ML من سالب واحد لموجب واحد ولو إلا عندك باثنين يبقى ML من سالب اثنين لموجب اثنين وهكذا وأخيرا عدد الكم اللي بيحدد كيفية دوران الإلكترونات وده كان اسمه عدد الكم المغزلي لما أكدنا أن الإلكترون وهو بيلف حوالين النواة يأما يدور مع عقارب الساعة يأما عكس عقارب الساعة يصف هذه الحركة عدد الكم المغزلي واللي بيكون موجب نص لو بيدور مع عقارب الساعة اللي هو الإلكترون الأول وسالب نص لو عكسها اللي هو الإلكترون التالي ده كده بالنسبة لأعداد الكم الأربعة مش بس كده ده احنا أخذنا بقى كمان ثلاث علاقات قلنا مستوى رئيسي جواه مستويات فرعية وجواه أربطلات وجواه إلكترونات ركز تاني لو عايز تعرف كل واحد جواه إيه قلنا كل مستوى رئيسي جواه مستويات فرعية رقمه وجواه أربطلات مربع رقمه وجواه إلكترونات ضعف مربع رقمه دول الثلاث علاقات مبين عدد الكم الرئيسي او المستوى الرئيسي مستويات فرعيةiformitalata ات الكترونات رقمه وربع رقمه ضعفه وربع رقمه المستوى الفرعي يحتوي على عدد من الاربتالات بيساوي 2L زائد 1 عدد الكم السنوي يضرب في 2 زائد 1 بينما لو عايز تجيب عدد الالكترونات جواه يبقى العلاقة دي حبيب قلبي هتتضرب في 2 يبقى 2L زائد 1 اللي هو عدد الاربتالات هقوم ضربه في اتنين يدينا عدد الالكترونات وقوعة تنسى هنا ان فيه ملاحظة مهمة جدا حبيب قلب ان المستويات الفرعية اللي جوه نفس المستوى الرئيسي زي كده دي سمع مستويات فرعية داخل نفس المستوى الرئيسي بتكون متقربة في الطاقة مختلفة في الشكل قوعة تنساها دي متقربة الطاقة اهي مختلفة الشكل طب بالنسبة لو انا عندي اربطالات نفس المستوى الفرعي زي كده دي سمع اربطالات نفس المستوى الفرعي اللي هما كان اسموهم مثلا بي اكس بي واي بي زد دي بقى بيكون لها نفس الشكل والطاقة ولكنها تختلف في الاتجاه الفراغي وطبعا تختلف كمان في عدد الكم المغناطيسي سلب واحد سفر مجاب واحد طبعا واحد بياخد بعض الطول والتالي بياخد بعض العرض والتالت بواعد الارتفاع ده ملخص بسيط كده حبيب قلبي للجزء الخاص باعداد الكامل عشان بعد كده دخلنا على حاجة اسمها قواعد توزيع الالكترونات وطبعا جماعة حبيب قلبي اكيد فكرين قواعد توزيع الالكترونات لان احنا اخذنا فيها وقت طويل جدا وشرحناها بالتفصيل وممكن ترجع لأي حاجة في الشرح لو حس ان انت عندك مشكلة كان عندنا مبدأ البناء التصاعدي اللي بيقول انه لابد للالكترونات ان تملك المستويات الفرعية ذات الطاقة المنخفضة اولا ثم المستويات الفرعية ذات الطاقة الاعلى اوقعت ان انطاقة المستوى الفرعي تقط اي مستوى فرعي تحسب من العلاقة انزاءدل عدد الكامل رئيسي تجمع عليه عدد الكامل السنوي دا فيه ملاحظة كمان لو انزائدل المستوى فرعي تلعد بتسوي انزاءدل المستوى فرعي تاني فبيكتب المستوى الفرعي ذات ان الاقل دي القاعدة اللي تبنى بيها جماعة مبدأ البناء اتصال اول حاجة مجموعة انزاءدل طب لو N زائد L بتاعتك تلعت زي N زائد L بتاعتي قال لي لا والله بناخد اللي N بتاعته أقل زي ما شرحنا قبل كده لما نيجي ناخد 4P مثلا مع 5S أي حد هيجي يطبق هيقولك N هنا باربعة و L هنا بواحد تقوله تمام مجموعة لاتنين خمسة قال لي تمام هنا لما تيجي تحسب هيطلع N معاك بخمسة و L بصفر برضو مجموعهم خمسة قال لي برضو صح طب هنكتب مين الأول لا دا يتكتب الأول طب دا يتكتب الأول ليه؟ لأن N بتاعته أصغر طب وطبعا رتبنا المستويات الفرعية وانت حافظ ترتيب المستويات 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P وما ينفعش ان حد بيجلي في الكلام ده رقم اتنين كان عندك قاعدة جميلة جدا كانت قاعدة هوند قلنا جماعة قاعدة هوند دي اللي كيف يتوضح التوزيع في الأربطالات قاعدة هوند اللي أكدت ان انت عندك صورتين للإلكترونات داخل الأربطالات يأما تكون إلكترونات فرادة بالشكل ده يأما تكون إلكترونات في حالة ازدواج الفكرة كلها انه هو قال انه لا يحدث ازدواج في اي مستوى فرعي الا بعد ان تشغل الأربطالات فرادة اولا لان دا بيقلل من قوة التنافر بين الإلكترونات ويعطي الزرح حالها اقل في الطاقة واعلى في الاستقرار فرقم ثلاثة حبيب قلبي بعد كده كان عندك مبدأ الاستبعاد لبولي مبدأ الاستبعاد يا شباب اللي أكدنا فيه أنه لا يمكن لإلكترونين في نفس الزرة أن يتفق في أعداد الكم الأربعة مش حاسمها إلكترونين جوا نفس الزرة يبقوا جوا نفس المستوى الرئيسي ومستوى الفرعي والأوربطال ويدوروا في نفس الاتجاه أقصى حاجة أقصى حاجة ممكن يتفقوا فيها ثلاثة أعداد كامل لكن ممكن ما يتفقوش في حاجة خالص ممكن يتفقوا في واحد ممكن يتفقوا في اتنين ممكن يتفقوا في ثلاثة والمستبعد إن هما يتفقوا في أعداد الكم الأربعة لذا سمي المبدأ باسم المبدأ الاستبعاد بعد كده حبيب قلب دخلنا على الباب التاني اللي هو كان بيتكلم على حاجة اسمها الجدول الدوري وتصنيف العناصر خب ما تيجا فكرك بيه كده تذكيره سريع ما هو الأساس العلمي الذي بني عليه الجدول الدوري قلنا جماعة الأساس العلمي الذي بني عليه الجدول الدوري أساسين واحد ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الزيادة في العدد الزر هذه اول واحدة رقم اثنين مع مراعاة طريقة ملء المستويات الفرعية بالالكترونات تركيب الجدول الدوري يتكون الجدول الدوري من سبع دورات افقية وتمنتاشر عمود رأسي بس كده ده التركيب طبعا كان عندنا حاجة اسمها عناصر روح انتي دلوقتي عناصر نفس الدورة وعندنا حاجة كمان اسمها عناصر نفس المجموعة وقلنا جماعة من اول ما بدأنا الباب انك تقدر تعرف العنصرين في نفس الدورة او في نفس المجموعة من خلال التوزيع فالعناصر اللي ليها نفس الدورة جماعة او اللي بتقع في نفس الدورة سهل جدا انها بتتعرف قلنا لها نفس عدد الكام الرئيسي إن هم التختلف فين قالك وتختلف في عدد إلكترونات غلاف التكافؤ بينما العكس تحت بقى هنا إيه العكس تحت قالك هنا بقى تختلف في عدد الكم الرئيسي وتتفق في عدد إلكترونات التكافؤ لذا فإن لها نفس الخواص أو اسمها متشابهة في الخواص ده عناصر نفس الدورة وعناصر نفس المجموعة بعد كده دخلنا على العناصر في الجدول الدوري مقسمة إزاي؟ فقلنا أن العناصر في الجدول الدوري مقسمة إلى أربع فئات نسبة إلى المستويات الفرعية يلا كده بقى بسرعة أولا قلنا عناصر الفئة S وهي عناصر تقع إلكتروناتها الخارجية في المستوى الفرعي S وهما مجموعتين تقعان يصار الجدول واحدة اسمها الأقلاء والتانية اسمها الأقلاء الأرضية وقلنا لو الاس فيه إلكترون واحد يبقى أنت بتتكلم عن المجموعة 1A ولو أنت بتتكلم عن أن الاس فيه 2 إلكترون يبقى أنت بتتكلم عن المجموعة 2A ده بالنسبة لعناصر الفئة S بعد كده دخلنا مع بعض حبيب قلبي في عناصر الفئة P وقلنا عناصر الفئة P عناصر تقع إلكتروناتها الخارجية في المستوى الفرعي P وهي 6 مجموعات لأن البي بيتشبع ب6 إلكترونات جميل هي على الترتيب كانت مين؟ قلنا وهي على الترتيب 3A 4A 5A 6A 7A والمجموعة الصفري عشان بعد كده نخش على الفئة اللي وراها ألا وهي عناصر الفئة D قلنا هي عناصر يتتابع فيها ملء المستوى الفرعي D بالإلكترونات وهي 10 أعمدة تقع في وسط الجدول تنقسم إلى 8 مجموعات ليه 8 مع أنهم 10 أعمدة؟ لأن كان في مجموعة شزة هي المجموعة الثامنة وده لأنها مكونة من 3 أعمدة رأسية المجموعات بتاعة الفئة دي كانت 3B 4B 5B 6B 7B التمنى 1B 2B طبعا المجموعة الشزة الوحيدة هي المجموعة التمنى أكدنا تاني أن بيبدأ ظهور عناصر الفئة D بدءا من الدورة الرابعة وهي عبارة عن 3 سلاسل زي ما كتاب كاتب سلسلة أولى بنملى فيها 3D سلسلة تانية بنملى فيها 4D وسلسلة تالتة بنملى فيها 5D طبعا الرابعة بنملى فيها 6D بس هو مش كاتب الرابعة بعد كده دخلنا على عناصر الفئة F وقلنا هي عناصر يتتابع فيها ملء المستوى الفرعي F وهما سلسلتين أفقيتين تقعان أسفل الجدول وزي ما احنا أكدنا تاني جماعة سلسلة فيهم كان بيتتتابع فيها ملء الفور F تعرف باسم اللانساني دات بينما التانية حبيب قلبي كان بيتتابع فيها ملء الفايف F والمعروفة باسم الأكتيني دات جميل جدا وطبعا شرحنا الفرق بين الاثنين دي في الدورة الستة دي في الدورة السبعة دي فيها 14 عنصر ودي فيها 14 عنصر وهكذا عشان بعد كده بعد الفئات دخلنا على أنواع العناصر وقلنا أن أنواع العناصر تنقسم إلى أربع أنواع قلنا أن العناصر ممكن تكون ممثلة وممكن تكون خاملة وممكن تكون انتقالية رئيسية وممكن تكون أخيرا انتقالية داخلية وقلنا بكل بساطة الفرق من الاربع قلنا العنصر الممثل هي عناصر الفئاتين S و P عدى المجموعة الصفرية بينما الخاملة هي عناصر المجموعة الصفرية تتميز جميعها بالتركيب الإلكتروني N S 2 N P 6 بيكون ال S في 2 و P في 6 طبعا الكلام ده عدى الهيليوم ليه؟ لأن الهيليوم H E 2 بيكون توزيع 1 S 2 طب جميع عناصر انتقالية رئيسية طبعا ده لفظ كان بيطلق على عناصر الفئة دي وقلنا بتكون كل مستوياتها ممطلقة مع عدى آخر مستويين بينما انتقالية داخلية ده لفظ بيطلق على الفئة F وبتكون كل مستوياتها ممتلقة مع عدى آخر 3 مستويات رئيسية بعد كده حبيب قلبي اتكلمنا عن حاجة اسمها تدرج وعتين ساعة خواص العناصر الممثلة وقلنا جماعة ان احنا في التدرج حبيب قلبي بنتكلم عن مجموعة من الصفات كان اهمهم اول اربع صفات نصف القطر جهد التعين ميل الكتروني سليبية كهربية طبعا انت ممكن ترجع لأي حاجة لو حس انك ناسي انا بس بعملك ريفرش وقلنا جماعة انك لو هتذاكر التدرج بكل هدوء يبقى انت محتاج تذاكره مرتين مرة في الدورات وانت جاي من الشمال اليمين ومرة في المجموعات وانت جاي من اعلى الى اسفل وقلنا قاعدة سابتة عشان تريح دماغك وانت بتذاكر الجزء ده طبعا فاهمناك ايه هو جهد التعين وايه هو نص القطر والميل والسليبية بس احنا قلنا انك وانت رايح كده من في الدورات من اليسار اليمين يقل نقط صفة عاما فيزداد ثلاث حاجات مين هم الثلاث حاجات اللي كانوا بيزيدوا انت رايح من الشمال يمين جهد التعين والميل الالكتروني والسالبية الكهربية بينما في المجموعات وانت بتتحرك من اعلى الى اسفل كان بيزداد عندك نقط فيقل الثلاث حاجات التانية ايه هم تاني الثلاث حاجات اللي بيقلوا وانت نازل في المجموعات ما هو نقط بيزيد فيقل جهد التعين والميل الالكتروني والسالبية الكهربية ومن هنا اكدنا على حاجة ان عناصر المجموعة وان ايه هي الاكبر حجما والاصغر في بقية الحاجات التانية والاصغر جهد وميل وسالبية كهربية بينما عناصر المجموعة سيفن ايه هي الاصغر حجما او الاصغر في نق وبالتالي فهي الاكبر في جهد التعين وفي الميل الالكتروني والسالبية الكهربية عشان نخش بعد كده حبيب قلبي على حاجة اسمها الفلزية واللافلزية والحمودية والقعدية وعا تنسى ان اول ما نقسم العناصر الى فلزات ولافلزات كان عالم اسمه بريزيليس وقال ان الكلام ده تبعا لوجود اختلاف واضح بينهم في الخواصة الظاهرية فقال لك يبقى احنا عندنا حاجة اسمها فلزات وعندنا حاجة اسمها لا فلزات وما بينهم كده يا صديقي في النص حاجة اسمها اشباه الفلزات وقلنا جماعة عشان تعرف تفرق بين التلاتة في كلام سهل خاص اخذنا بقى خواص كل واحد قلنا الفلزات يحتوي مستوى الطاقة الاخير على اقل من نصف الساعة يعني اقل من اربع الالكترونات لها بريق معدري جايرة قابلة للطرق والسحب والتشكيل جايرة التوصيل للكهرباء لكبر نق وصولة حركة الالكترونات فلزات او عناصر كهرومجابة لانها تميل لفقد الالكترونات متحولة للايونات مجابة واخيرا اهم حاجة تتميز بكبر نق وبالتالي صغر جهد تأيون وميلو سالبي اللا فلزات عكسها في كل حاجة وطبعا تتميز بصغر نق اما الجميلة الاخيرة دي فاشباه الفلزات فقلنا والله ان العناصر دي كان لها مظهر الفلزات ومعظم خواص اللا فلزات وكان توصيلها الكهرابي كمان متوسط عشان كده بيسموها اشباه الموصلات وكان من اشهر اشباه الموصلات البورون والسيليكون والجرمانيام والزرنيخ والانتيمون والتيليريام دي اشباه الفلزات عشان نخش بعد كده حبيب قلبي على حاجة اسمها الخاصية الحامضية والقاعدي فقلنا والله ان الاكاسيدة عندنا 3 حاجات اكاسيد حامضية اكاسيد قاعدية وحاجة اسمها اكاسيد مترددة قلنا الاكسيد عشان يتقال عليه حامضي اكسيد لافلز يدوب في الماء يدي حامضه اكسوجين ولو اتفاعل مع قلوه يدي ملح وماء بينما الاكاسيد القاعدية زي ما احنا اكدنا كانت اكاسيد في الزات اكسيد في لز منها ما يزوب في الماء طب لو دابت في الماء تدي ايه قالك تدي قلوه وتتفاعل مع الاحماض مكونة ملح وماء اما الاكاسيد المترددة فقلنا هي اكاسيد تتفاعل مع الاحماض كقلويات ومع القلويات كاحماض وفي كلتا الحالتين حبيب قال بتعطي ملح وماء طب اهم الاكاسيد المترددة اللي احنا درسناها درسنا اكسيد القرسين ودرسنا اكسيد القصدير ودرسنا اكسيد الالمونيوم ودرسنا كمان اكسيد الانتيمون دي من اهم الاكاسيد المترددة اللي بتسلك مسلكين اثناء التفاعل الكيميائي بعد كده اتكلمنا كمان عن خاصية اسمها لو انت فاكر قوة الاحماض الاكسوجينية فقلنا يا شباب انك لو عايز تعرف قوة اي حمض اكسوجيني لازم الاول يكتب الحمض يكتب الحمض على صيغة تعرف باسم الصيغة الهايدروكسيلية للاحماض الاكسوجينية وقلنا ان حضرتك لو عايز تكتب الصيغة الهايدروكسيلية لازم حمض اكسوجيني تكتب على الصورة حيث ان عدد زرات الاكسوجين التي لم ترتبط بالهايدروكسيل واما عدد مجموعات الهايدروكسيل اي مثال يجيلك بقى فلو اخدنا مثال زي وانت عايز تعرف هو قوي ولا ضعيف اعمل كده دول تلاتة اتش هياخدوا تلاتة او يدونها تلاتة او اتش ويفضل مع البي او واحدة يبقى في او او اتش باي سري الان عندك بواحد والام بتساوي تلاتة ده حمضه من حسب القوة متوسط لان معه زر اكسوجين واحدة لم ترتبط بالهايدروكسيل طب لما تيجي تقرنه بحمض زي كده اتش سي ال او افور اتش واحدة تاخد او واحدة تدينا او اتش فيفضل هنا مع السي ال تلاتة او هنا بقى حضرتك ان بثلاتة واما بواحد يبقى كده الحمض ده عندنا في التصنيف حمض قوي جدا ليه لاحتواءه على عدد كبير من زرات الاكسوجين الغير مرتبطة بالهايدروكسيل واخيرا حبيب قلبي اتكلمنا عن تأيون ام او اتش وقلنا ان المركبات على الصورة ام او اتش يحتمل ان تكون حاجة من اتنين يا اما تكون حمض اكسوجيني يا اما تكون قلوي لانه هما الاتنين مركبات هيدروكسيلية وانما قلنا انه يخليه يتأين كحمضة او اعرف من انه هو حمضة او قلوي قالك والله لو تأين وخرج اتش موجب يبقى حمض اكسوجيني لو تأين وخرج او اتش سالب يبقى قلوي فبقى انا انه يخليه يتأين كده او يتأين كده سهلة خالص قلنا والله الموضوع سهل في الأحماض الأكسوجينية تكون قوة الجذب بين M و O أكبر من قوة الجذب بين O و H فال O بتروح مع ال M يجي المركب يتأين يتأين كده M تروح مع ال O ويخرج H الواحدة فيتأين المركب كحمد بيننا هنا في حالة القلويات اللي بيحصل إن قوة الجذب بين M و O بتكون أصغر من قوة الجذب بين O و H في الحالة دي O بتروح مع ال H فيتأين المركب معطياً O و H يبقى قلوي وأخيراً حبيب قال بي طب لو قوة الجذب بين الاتنين متساوية قلنا لو قوة الجذب بين الاتنين متساوية فإن المادة تتأين تبعاً لنوع الوسط لأنها مادة مترددة حطها في وسط حامضي هي تتأين كقلوي حطها في وسط قاعدي هي تتأين كحمد عشان بعد كده ننهي منهجنا بحاجة اسمها أعداد التأكسد وقلنا جماعة أهمية دراسة أعداد التأكسد إن هي تشرح عمليتين بيحصلوا أثناء التفاعل هي الأكسدة والاختزال وقلنا الأكسدة لو أنت ناسي فقد إلكترونات وزيادة الشحنة المجاب بينما عملية الاختزال كانت عملية اكتساب إلكترونات ونقص في الشحنة المجاب هو عتنسى كمان بطختي الجميلة إن اللي يحصل له أكسدة يعمل كعامل مختزل بينما اللي يحصل له اختزال يعمل كعامل مؤكسد علشان ننهي حبيب قلبي بالجملة الخالدة أن العامل عكس العملية وأنا بقى أعمل فيك عكس اللي عملته فيه يبقى أنت أكسدتني أنا بأختزلك ولو أنت اختزلتني أنا بأكسد وكده بطل يبقى إحنا عملنا لك بص زي ما يقولوا كده إيه ريفرش سريع يعني في أسرع وقت على المنهج كاملا تعال بقى مع بعض ننتقل لحل المحافظة استعد كده بطل واستعين بالله وكالعادة بنقول لما تيقي تبدأ تحل ركز أول وأنت بتحل واحدة واحدة كل حاجة يريد بعد إذنك تكتبها يعني كل حاجة محتاجة تكتب توزيع ووزع قبل ما تشتغل خد بالك من تفاصيل السؤال عشان ما فيش أي تفصيلة تفوتك وتكون بإذن الله موفق ومسدد بإذن الله ربنا عينكم نبدأ كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم في البداية يا جماعة بيقولك محافظة القاهرة هنحل محافظة يا جماعة احنا كل حاجة بنقولك دي محافظة إيه يطفق كل من دالتون وتومسون دالتون وتومسون آه هما كلاهما قال الزرة مصمطة تحتوي على إلكترونات سليبة لا والله دالتون ما قالش إن في حاجة اسمها إلكترونات تومسون قال متعادلة كهربيا تومسون قال طب لا يوجد بها فراغات آه هو معنى كلمة لا يوجد بها فراغات يعني مصمطة كل منهما قال أن الزرة مصمطة طب هما الاتنين قالوا كرة متجنسة لا اللي قال إنها كرة متجنسة ده كان تومسون قال الزبرة عبارة عن كرة متجنسة من كهرباء مجابا مطمور بها إلكترونات سالبة تكفي لجعلها متعادل كهربائي لكن هما الاتنين اتفقوا في عدم وجود فراغات اللي بعده العنصر الذي تركيبه الإلكتروني زينون 6S25D34F14 يعتبر عنصر فين آخر إلكترون حطته بأدية مش آخر إلكترون شايفه عناية زي ما انتم بتنزلوا الكلام ده عناية أنا عارف حلو أهو آخر حاجة دخلت في الدي ليه؟ لأن انت حطيت اتنين في الـS واحد في الـD رحت مالية الـF فرجع بعدما الـF اتملأ حطيت في الـD تاني وبالتالي آخر حاجة دخلت في الـD يبقى العنصر ده انتقال الرئيس ولو حضرتك سألتني فأنهي سلسلة انتقالية هقولك دي السلسلة الانتقالية التالتة لأن احنا عندنا 3D بالمرة احنا بنراجع ههو سلسلة انتقالية أولى 4D سلسلة انتقالية تانية أما هنا 5D فتبقى دي سلسلة انتقالية كام تالتة يبقى العنصر ده عنصر الانتقال الرئيسي من عناصر السلسلة الانتقالية التالتة عند تطبيق قاعدة هندو مبدأ الاستبعاد لبولي على العنصر X26 تعال تعال على عموم ده عنصر الحديد يبقى توزيعه ارجون 18 4S2 3D6 وبما انك هتوزع هند قمت انا مسك قلمي كده واشتغلت الكترون اتنين تلاتة اربعة خمسة والسادس ها يزدود تعال لي باب فان الالكترونان الاخيران الاعلى طاقة هو قال الاخيران ايه الابعد عن النواء الى الاعلى طاقة قال الاعلى طاقة دول اسمهم الابعد عن النواء مش هما دول هو عايز الاعلى طاقة فين اخر الالكترونيين حطتهم باديك اخر الالكترونيين مستر حطتهم باديك الالكترون ده والالكترون ده ما لهم بقى يختلفان في عددي الكام اولا هما الاتنين في نفس المستوى الرئيسي حين وهم الاتنين في نفس المستوى الفرعي يبقى مش ده الاختلاف لا في المستوى الرئيسي ولا فرعي لعدد الكام الرئيسي ولا السنوي هم العدد الكام المغناطيسي هنا ML ده سليب اثنين اما L اللي هناك ده مجاب اثنين ادي اول حال يختلفان في MS MS بتاعت الالكتروني الاخير اللي دخل هنا ده سليب نص لنص ده العكس اقارب الساعة اما ده مجاب نص يبقى الالكترونين دول هيختلفوا في كل من ML و MS بس كده ده بالنسبة لوجه الاختلاف بين الالكترونين اللي بعده العنصر الذي عدد الزري خمسة وثلاثين يشبه في خواصه لعنصر اللي عدد الزري سبعتاشر انت حافظها يا مستر صح؟ هو انا حافظها وفاهمها تعال عدد الزري خمسة وثلاثين قمت انت ايه ايه ارجون تمنتاشر 4S2 3D10 4P5 صحة بطل؟ قال لي صحة مستر طلع في المجموعة 7A اللي همها الهالوجينات وطبعا بمعين انا مذكر كويس ده عنصر البرون خمسة وثلاثين انا حافظهم هل يبقى زي السوديوم؟ السوديوم ده لو وزعته هتلاقيه بينته بـ 3S1 في المجموعة 1A وده لو وزعته هتلاقيه في المجموعة 1B 4S1 3D10 وزع وزع هتلاقيه مش معاه اما السبعتاشر هتبقى نيون عشرة يلا يا شباب 3S2 3P5 فهيطلع هو كمان في 7A عنصر الكلور يبقى انت عرفت ان هم الاثنين متشابعين في الخواص لان هم الاثنين في نفس المجموعة بهما نفس عدد الكترونات غلاف التكافر اللي بعد يمكن تحديد عدد الالكترونات التي يتشبع بها كل مستوى طاقة فرعي طاقة فرعي فرعي مش رئيسي من العلاقة عايز عدد الالكترونات هو عدد الاربتالات كان اتنين L زائد واحد يبقى دي غلط ده بيوضح عدد الاربتالات في المستوى الفرعي لكن عدد الالكترونات اتنين في اتنين L زائد واحد بس سكت تعال اجيب لك مثال قدل مستوى الفرعي دي ازاي عرفت ان الرجل ده في خمس اربطالات بتكلم عن اربطالات الاول الرجل ده كان عدد كمه السنة واتنين عدد اربطالاته ده انا بعيد لك القاعدة احنا بنعيد الشرحة اتنين ال زائد واحد فكنا بنقول اتنين في اتنين باربعة وواحد خمس ده عدد اربطالاته لكن لو انت عايز عدد الكتروناتو الكلام ده هيتضرب في اتنين ليه يا بطختي الجميلة لان كل اربطال يتشبع باثنين الالكترون فيبقى اتنين في اتنين ال زائد واحد هيطلع هنا في النهاية عندك عشر الالكترونات ده على سبيل المثال يعني يبقى عدد الالكترونات في كل مستوى فرعي هنا طبعا دي في كل مستوى رئيسي ده عدد الالكترونات في كل مستوى رئيسي وده عدد الاربطالات في المستوى الرئيسي يبقى الصح اتنين في اتنين ال زائد واحد في التفاعل الموضح اي العبارات التالية تعبر عن التفاعل السابق تعال نشوف اه بسم الله الرحمن الرحيم HBR خرجت BR2 حبيبي هنا اللي هيركز ادي HBR تلعت BR2 بمجرد النظر ال H دي بمجاب واحد يبقى ال BR هنا بسلب واحد يبقى عدد تأكسد البروم هنا كان بسلب واحد خرج برا بصفر لان ده جزيء متناسل من سلب واحد لصفر يبقى حصل له اكسادة هايون البروميت حصل له اكسادة واللي يحصل له اكسادة يعمل كعامل مختزل خش على بعد بينما حمض الكابريتيك بالمرة بقى كان فيه هنا H2 SO4 طلع برا SO2 شايف هنا تجي نحسب الكابريت هنا بما ان ال H بواحد باتنين في واحد زائد الكابريت مجهول زائد اربعة افسلب اتنين اربعة في سلب اتنين سلب تمانية واثنين سلب ستة تروح الناحية التانية موجب ستة اما هنا صفر بيساوي ال S مجهول زائد اتنين اوف سلب اتنين سلب اربعة تروح الناحية التانية بموجب اربعة يبقى ال S كانت بموجب ستة خرجت بموجب اربعة خصل له اختزال يبقى الباشا هنا يعمل كعامل مؤكسة انا حلت كل حاجة من غير ما بص للاختيارات تعالوا بقى نرجع للاختيارات فان H 2 S O 4 يعتبر عامل مختزل يا راجل ده بيحصل له اختزال يعمل كعامل مؤكسة غلط حدثت عملية اكسادة للكابريت غلط اختزال للكابريت هي قدامك من موجب ستة لموجب اربعة H B R يعتبر عامل مختزل A لانه هو اللي حصل له اكسادة اللي بعده للحصول على الطفل المرئي المرئي لزرة الهايدروجين اهي الالكترون مصارد في المستوى الثالث لابد للالكترون ان يعود للمستوى الثاني احنا قلنا الطفل المرئي للهايدروجين يا جماعة بيحصل عند عودة الالكترون من اي مستوى اعلى للمستوى الثاني فهو وهو طلع طلع لهنا عشان يضي طف مرئي لازم يرجع هنا يبقى لازم يفقد كم من الطاقة اقل مما اكتسبه صح هو اكتسب كل ده وهو رجع هيفقد جزء منه عشان يوصل هنا لان لو رجع الاول على طول مش يظهر طف مرئي يساوي اللي اكتسبه غلط يكتسب كم طاقة غلط يفقد طاقة اكتر من اللي اكتسبها غلط يبقى لكي يظهر طف مرئي لزرة الهايدروجين لابد ان يفقد الالكترون كم من الطاقة اقل من كم الطاقة المكتسب حتى يعود للمستوى الثاني فيظهر طف مرئي اللي بعده عنصر اكس ينتهي توزيع الالكترون بمستويات الطاقة وتتوزع الالكتروناته في خمس مستويات طاقة رئيسية خلصة يا باشمانس والله يا خلصة يا باشمانس ليه يا مستر خلصة على حبيبي قلبي هو الخمسة امتنى كاتب كريبتون ستة وتلاتين بس كده دخلت المستوى الخامس الاس فيها واحد والدي فيها خمسة يبقى العنصر ده عدل الزري كان كامل ستة وتلاتين وواحد سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين وخمسة اتنين واربعين يبقى العنصر ده عدل الزري اتنين واربعين شو عايز عدل الزري يبقى عدل الزري اتنين واربعين فهمتك بتاع ازاي هو لما قال خمس مستويات رئيسية انا امتكاتب كريبتون عشان اوصل للمستوى الخامس حل وقال ان التوزيع عامل كده خلاص يبقى الاس فيها واحد ودي فيها خمس يبقى هنا العدل الزري ستة وتلاتين واحد سبعة وتلاتين وخمسة اتنين واربعين تتطفق ان الزريات الحديثة مع نموذج ذرة رزق فردي فيه استحالت تحديد موقع الإلكترون لا رزق فردي مقالش كده ان الزرة ليست مصمتة صح هما الاتنين قالوا انها فارغة نظام دوران الالكترونات لأ رزق فردي محطش اصلا نظام للدوران بينما النظرية حطت ان الالكترون له هو خرص موجية لأ ده كلام ايه؟ النظرية حديثة بس يبقى الحاجة الوحيدة اللي اتفق فيها رزق فردي مع النظرية الحديثة ان هما الاثنين قالوا ان الزرة ليست مصمطة وان معظمها فراغة اقوى الاحماض الاكسوجينية في دول هو حمض كابرتيك نايتريك بيروكلوريك ارسوفوسفوريك حبيب اللي مذاكر كويس اقوى الاحماض الاكسوجينية كان حمض البيروكلوريك افكرك ليه؟ لان حبيب قلبي حمض البيروكلوريك كان HClO4 ماله لما كان بيكتب على الصيغة الهايدروكسيلية ال H كانت بتاخد O يدينا O H ويفضل مع السي L ثلاث زرات اكسوجين غير مرتبطة بالهايدروجين واحنا قلنا تعتمد قوة الحمض الاكسوجيني على عدد زرات الاكسوجين التي لم ترتبط بالهايدروجين فيكون ال بيروكلوريك هو الاقوى لانه هو الاكبر في عدد زرات الاكسوجين غير مرتبطة بالهايدروجين كل مما يأتي من فروض نظرية دلتون لتركيب الزرة معدق كتل زرات العنصر الواحد متشبه صح من الفروض الوحدة البنائية للعنصر هي الزرة صح عند اتحاد الزرات العنصر مختلفة مع بعضها تنتج مركبات تمام عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات في الزرة دلتون اصلا ما كانش يعرف ان فيه الالكترونات انهار رجل وبالتالي يبقى كلها من فروض دلتون معدل فرض رقم دال عندما ينتقل الالكترون من المستوى الطاقة M الى N معلش بس الواحد بيحب يرسم لنفسه اصلا انا بطلقبط يا جماعة معلش انا لا جماعة انا بغزر طبعا انا هنا بالتالي على الناس اللي ما بتحبش اشتغل صح الراجل بيقول لك عندما ينتقل الالكترون من M حلو اخد طاقة يكتسب طاقة اكبر من فرق الطاقة بين مين ومين اكبر يبقى مش اكبر من دول دول اكبر منها اكبر من اي حاجة بعد كده اكبر من فرق الطاقة بين L و M غلط طبعا فرق الطاقة بين L و M هو اللي اكبر منه اقل من فرق الطاقة بين P و Q غلط اكبر من P و Q طب اكبر من فرق الطاقة بين المستويين P و O اه صح كده مساوية لفرق الطاقة بين N و O لا طب عرفت من ايه انها اكبر من فرق الطاقة بين P و O لان حيبقى بالكيه اللي ام ان او بي كيو طبعا دول بعدها وانت عارف ان الفرق بين المستويات اهي القاعدة اللي حاكم الكلام ده مالو انت عارفت مين ان ده اكبر من اللي بعد كده لان تبعا لكلام بور الفرق بين المستويات غير ثابت وانما يقل كلما ابتعدنا عن النواة وعشان كده عارفت ان فرق الطاقة بين الام وان اكبر من فرق الطاقة بين البي والاو اللي بعده انصران اكس وواي يقعان في دورة واحدة قالنا سهلا نصف القطر الزري لهم على الترتيب اهو اكس وهو واي يبقى واي هو لناحية الشمال لانه نصف قطره اكبر واكس هو ناحية المين لانه نصف قطره صغير وهو قال على الترتيب يعني ده اكس وده واي فانه يحتمل عند اتحادهما ان اكس يحدث له اكس هو اللي يفقد يا راجل ده هو ده اللافلز لا لا ما يحصلش اكس وواي هما الاتنين لما يتحدوا هما الاتنين يفقدوا ازاي واحد يفقد والتاني يفقد هنهرج لا طب هما الاتنين يحصل لهم اختزال يا عم انت بتهرج وانما اكس يحصل له اختزال لان اكس هيميل لاكتساب الكترونات ان هو اللافلز يحصل له اختزال بينما ده يفقد الالكترونات يحصل له اكساب وبالتالي يبقى الصح X يحدث له عملية اختزال و Y يحدث له عملية اكسر اللي بعده عند غياب المجال المغناطيسي عم انبوبة اشعة الكسد ما بيأثرش عليها مجال فان اشعة الكسد تسير في خطوط مستقيم طب لو اثر عليها مجال الكهرابي او مغناطيسي هتنحرف انها تتأثر بالمجالين لكن هو قالك عند غياب ما فيش مجال بيأثر عليها اشعة المهبط عند غياب مجال يؤثر عليها تسير في خطوط مستقيم اي مما يلي يمثل اعداد الكام الالكتروني الاخير لزارة عنصر ماله? ممثل. خلينا ننتفق على حاجة. هو عشان يكون ممثل يبقى اس و بي مع عدل خاملة. يبقى اول حاجة الل بتاعتنا. يا اما بصفر يا اما بواحد. خلينا في الل. شيل شيل شيل. بص الحل بالاستبعاد. ليه الحل بالاستبعاد هنا? ليه استبعدت دول? هنا الل بتلاتة. بيكلمك عن حد في الاف. وهنا بيكلمك عن حد في الدي. لا 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 طير دول. هنا اس و بي اهو. هم. تعالى نبدأ نشوف ده. ان بواحد. حل. و ال بصفر. يعني وان اس. وام ال بصفر. صح. وام اس بسالب نص اف. يعني الاس فيها تنه الالكترون. بص اللي هيتخدع هنا. في خدعة هنا جماعة. ان الطالب هيتخدع يقولك صحة كده مهو? في وان اس. غلط. ده وان اس تو. يعني الهليم ده غاس خامل. لان التوزيع ده توزيع اتش اي كام تو. يبقى دي غلط. لان بعد ما خلصتiels سالب نص يعني الراجل بيقولك ان الاس فيها اتنين اليكترون كده. لا والله. الاس فيها اتنين اليكترون Dolay الهليم ده غاس خامل. وانما الصحة هو. ان ب ثلاثة تمام. وقل بواحد يعني في البي. وام ل بسالب واحد. هام. يعني هنا. وام اس بسالب نص يعني قصده ان ده الالكترون الرابع. لو ده الاخير. يبقى هنا البي فيها اربع اليقطرونات. يبقى ده عنصر في المجموعة سكس اي. وعشان يبقى كده. سري اس ستو سري بي فور. يبقى ده فعلا انصر ممثل. يبقى الانصر الوحيد الممثل هنا هو الاختيار رقم ده. وده ربط بين اعداد الكم والجزء بتاع الباب التاني اللي هو صفات العناصر الممثلة. اللي بعده. اقوى في الزات في المجموعة ايه? في الجدول الدوري? يقع في الدورة الكام? هو السيزيام? انا عارف ان هو السيزيام. طب ما انا حافظ ان السي اس ده خمسة وخمسين. زينون اربعة وخمسين. سيكس اس وان. يبقى الراجل فعلا في الدورة السادسة. طبعا احنا اقول لنا جماعة ومشي الفرنسيام لان الفرنسيام اللي موجود تحتي ده عنصر ماله مشاعر. طب اللي بعد الجدول المقابل يوضح التوزيع الالكترولي الخارجي لبعض العناصر. على عنصر ايه فور اس وان. ده بوتاسيام ده كتسعتاشر. ما هو قبليه ارجون تمنتاشر. اللي لو جماعته هتلاقيه كلور سبعتاشر. احب انا هبسط لنفسي كده معلش. اه ده فور بي فايف. اللي هيكمل ان شاء الله ويجيب عدد الزري. هيطلع معاه اليود. اسف. البروم. خمسة وتلاتين. ده اللي هيجمع يعني. مهم. فبيقول لك ايه? يبقى احنا عندنا هم اللي اربعة عناصر عرفناهم. عرفنا مين ايه وبي وسي. يبقى ايه ده? طلع البوتاسيام. وبي طلع الكلور. وسي طلع البروم. هم الاتنين في سيفن ايه ده في ون ايه. بيقول. فان اكسر حمضية. الاكسر حمضية بدول اتش سي. هو صح بصراحة. حمضة اتش بي ار اقوى منهم كلهم. وايه اكبر في نصف القطر? استنى كده. صح? اكسر حمضية. يعني اتش بي ار اكسر حمضية. والعنصر ايه هو الاكبر في نقل انه احد اناصر المجموعة ون ايه نص قطر كبير? انا هكمل لسه. اتش بي هو الاكسر حمضية. لا ما هو ده اتش بي وده اتش سي. لا اتش بي ار اكسر حمضية من اتش سي ال. واحنا عارفين ليه? هما الاتنين في المجموعة سيفن ايه وكلما اتجاهنا الاسفل كانت بتزيد الحمضية. طب اتش سي اكسر قاعدية. يا راجل عيب اكسر حمضية. طب اتش بي اكسر قاعدية. وايه اقل في نصف القطر? يا راجل عيب? يبقى الجملة الصحة زي ما انا قلت في الاول. ان الحمض اتش بي ار اكسر حمضية من اتش سي ال. وفي نفس الوقت ايه هو الاكبر في نصف القطر? انه احد عناصر المجموعة ايه نصف قطر قبير? تختلف اربطالات المستوى الفرعي الواحد. ادي اربطالات البي مثلا. مختلفة في ايه? سلب واحد سفر واحد. مختلفة في عدد الكم المغناطيسي. ام اين? بس كت? طبعا الكلام ده كله بقى لبعد. عدد تأكسد الكلور في المركب ده يا السلام. تعال يا سيدين احسب له. مع ان انا عارفه من غير ما احسبه. اولا الكلور هنا مجهول لانه متحد مع الاكسوجين. صفر للمركب كله. واحدة اتش في واحد. السي اللي مجهول. زائد اربعة او. الواحدة في كاما بطيختي بسليب اتنين. اربعة في سليب اتنين سليب تمانية وواحد سليب سبعة تروح الناحية التانية بمجاب سبعة. يبقى عادد تأكسد الكلور هنا مجاب سبعة. بس كده. من الجدول المقابل. ازا كان طول الرابطة في جزء سي بي ار فور. هممم. يعني بين السي والبي ار. مسألت طول رابطة يا شباب. بتساوي الرقم ده. شكلين يا سيدي. فقلنا طول الرابطة في جزء سي اف فور. يعني ايه سي اف فور? يعني بين السي والاف. حبيب قلب الجميل. خضرتك عشان تجيب طول الرابطة بين سي واف. محتاج نص قطر السي ونص قطر الاف. وتجبع هم على بقى. طب ما تعالي. مش دي اف رابطة اف. يبقى اول حاجة. بما ان ار اف نص قطر الاف. بيساوي طول الرابطة بين اف واف. واحد تمانية وعشرين. اقسم على الاتنين. صح? قال لي اه. طلعت معايا على الالحاسبة. اربعة وستين من مية انجسترون. كده الحمد لله ربنا كرامنا وجيبنا دي. تعرف تقول لي هنجيب السي ازاي? قال لي عشان نجيب السي دي. لازم يكون معنا البي ار. طب نجيب البي ار ازاي? قال لي بما ان ار بي ار. يعني نص قطر البي ار. بيساوي طول الرابطة على الاتنين. اتنين تمانية وعشرين على الاتنين. تطلع واحد واربعتاشر من مية انجسترون. طب ما انا كده معايا البي ار اطرحها من سي بي ار. يبقى هنا نص قطر السي. بيساوي طول الرابطة واحد واحد وتسعين. اشيل منها البي ار اللي انا لسه جايبها? واحد واربعتاشر من مية. قال لي حصل. امتماسك قالت الحزب. واحد واحد وتسعين. ناقص. واحد واربعتاشر من مية. على الالة الحزبة. طلعت سبعة وسبعين من مية. ابشر ابشر. هانت. كده حضرتك جبت السي بسبعة وسبعين من مية. وجبت الاف باربعة وستين من مية. يبقى طول الرابطة بين سي واف. بيساوي نص قطر السي. سبعة وسبعين من مية. زائد نص قطر الاف اللي احنا لسه جايبينه بكم? باربعة وستين من مية. طلعت بيساوي سبعة وسبعين من مية. زائد اربعة وستين من مية تلعت بتساوي واحد وواحد واربعين من مية انجسترون وبالتالي فإن طول الربطة هنا حبيب قلبي بيساوي واحد وواحد واربعين من مية انجسترون اللي بعده الاسئلة المقالية بيقول لك وضح التوزيع الالكتروني تبع على العرب غاس خامل لعنصر ممثل يقع في الدورة الرابعة والمجموعة فايب ايه? يعنينا اول مال في الدورة الرابعة ارجون تمنتاشر خش على الفور اس حط اتنين مش هو الف المجموعة فايب ايه? معشان يطلع في المجموعة فايب ايه يبقى مجموعة اس وبي بخمسة يبقى اجي هنا على البي حط فيها تلات عشان يبقى اتنين وتلاتة خمسة يبقى المجموعة فايب ايه حلو وضح التوزيع بالمرة بقى هطلع العدد الزر تمنتاشر عشرين تلاتين تلاتة وتلاتين ايدي العدد الزر ولو انت حافظ كمان هتبقى عارف ان ده عنصر الزرنيخ طب اكتب المعادلة الرمزية ماشي اكتب المعادلة الرمزية الموزونة اتدلع على تفاعل اكسيد الالمونيوم مع حمد الكابرتيك بس كده حاط اكسيد الالمونيوم للعلم بس بالراجع مادة متردد يتفاعل مع الاحمد ساليكان سلوك القلويات فيدي ملح ومي يلا شباب احلال مزدور الايه اللي هتاخد الاس او فور والاتش او هتاخد الاو ونوزن في الاخر اي ال مع الاس او فور اي ال تو اس او فور باي سري والاتش او مع الاو يدينا اتش او او نوزن اي ال اتنين خرجت واحدة او تلاتة خرجت واحدة اضرب هنا في تلات اتش اتنين خرجت ست اضرب في تلاتة تلاتة اس او فور تلاتة اس او فور يبقى هيدينا كابريتات الالمونيوم ومية ويبقى هنا اخد ده لك اكسيد الالمونيوم هنا يسلك يسلك كقاعدة لانك فعلته معحم يجي يقولك يسلك كايه انت بتفعله معحمد يسلك سلوك القلويات طب استنتج مع التفسير عدد تأكسر العنصر الممثل الذي لالكترونه الاخير عدد الكم لبصف وام اس بتساوي سالب نص عايزي عدد تأكسره كم انا هقدر اقولك بس الاس في كامل هو قال هنا ال بكامل ال بصفر بمعنى ان ال بصفر يبقى انت في الاس ما يدعى في مستورة اس كامل بس انت في الاس اما ال بصالب نص عند ده الالكتروني اللي بيعمل عملية الازدواج يبقى الاس هنا فيها اتنين الالكتروني عنصر لقى التركيب ان اس تو يبقى يقع في المجموعة تو ايه عدد تأكسده في مركباته اه يكون عدد تأكسده في مركباته موجب اتنين لكن استنى عدد تأكسده عنصر نفسه بصفر حسنا بص ممكن ايه يلعب بالالفاظ في الامدحان فانا مضمنش حضرتك لو بتسألني بص انا عكيت ازاي عدد تأكسده في مركباته موجب اتنين لكن وهو عنصر لا بابا مفقدش حاجة لسه بيكون بصفر عدد تأكسد ايه عنصر منفرد بصفر لكن هو هنا بيتكلم في مركباته وده الدقة في الكلام ولذلك احيانا بيغفل بعض المدرسين زي ما ايلنا الافاضل ان يبقى السؤال فيه دقة لان انت لو سألتني عن عدد تأكسد العنصر نفسه هاقوم انا اقول لك لا بصفر لكن قولي في مركباته بعد اذنك في مركباته انا محدش لعبني بالالفاظ معلش بشوف احنا بنصحح حتى لو الامتحان جاي كده انا بقولك المفترض هنا يقول في مركباته لكن عدد تأكسد العنصر نفسه اي عنصر في المجموعة 2A عدد تأكسده صفر اي عنصر في 2A عدد تأكسده في مركباته موجب اثنين لانه يفقد اثنين الالكترون بس المستوى الاخير في اثنين الالكترون بيفقده وبالتالي يكون عدد تأكسده موجب اثنين في مركباته اللي بعده بقولك علل يصعب الحصول على الايون اي من موجب اثنين من العنصر الذي يقع في الدورة الثالثة والمجموعة الاولى وان اي اولا من العنصر هو اي في الدورة الثالثة ميون عشرة سري اس وان طبعا حبيبي فيهم ان ده عنصر الصديوم ليه يصعب تحويل الصديوم موجب اثنين طبعا سهلة بس لانه عنده فقط بس بقى لان ايون ان اي موجب واحد يكون في حالة استقرار حبيبي اللي خلى الان اي موجب واحد لان الان اي كده اصبح في حالة استقرار بس بقى ويصعب كسر نظام الكتروني مستقر بس كتير صعب انك تخرج العنصر ده من حالة استقرار ولذلك صعب تحويل الصديوم من موجب واحد الى صديوم موجب اثنين ده كده حبيبي قلبي بالنسبة لنموذج امتحان محافظة القاهرة تعالوا مع بعض ننتقل من نموذج امتحان لمحافظة اخرى المحافظة اللي بعد كده حبيب قلبي هي محافظة الجيزة محافظة الجيزة فقر المحافظات ربنا يديمها كده نعمة حبيبنا المحترمين في محافظة الجيزة يعني زي ما بقولك كده اللي عنده اهرامات زينا نقوله يا عمينا والكلام الكبير اللي بتقوله ده يعني السياحة كلها يعني تروح كده ربنا يكرمك تاخد لك حصان وتجري بيه يلا دي حاجات كلها جميلة في الجيزة المهم احنا ملناش دعوة احنا ندعو بامتحان الجيزة تعال يا سين نحل امتحان محافظة الجيزة ونشوف البهوات عملوا ايه في الامتحان بيقولك اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي من نسبة العددية الكتلية للكربون ولا هيدولوجين في المركب ده عايز نسبة العددية الكتلية حاضر يعني نسبة الكتل طب هنجيب كتل الده ونجيب كتل الده ونشوف اتنين كربون اتنين في اتناشر باربعة وعشرين اربعة هيدروجين اربعة في الاتش بواحد باربعة يبقى النسبة اربعة الى اربعة وعشرين طبعا اربعة الى اربعة وعشرين through the egg انت عايز النسبة يعني تقسمها الصغير تقسم ده على اربعة وده على اربعة تبقى هاي يبقى نسبة النسبة العددية الكتلية هنا واحد هيدروجين الى 6 كربون وده النسبة الصحيحة قشعة المهبط ليس لها كتلة او شحنة غلط لها كتلة وشحنة صح أولا لها كتلة ضائلة وشحنة سالبة هو أحد يقول غير كده لها كتلة فقط غلط لها شحنة فقط غلط يبقى أشعة المهبط لها كتلة ولها شحنة هو أحد يقول لي يا مستل ما هي ضائلة يمكن يهملها بس موجودة لها كتلة بس كده يبقى أشعة المهبط لها كتلة وشحنة أي الانتقالات الاتية لإلكترون زرعة الهيدروجين تكون مصخوة بانطلاق القدر الأكبر من الطاقة أكبر قدر لما يكون المستويات قرائبة من النواعين فين أعرب مستويين من النواعين هو قال مصخوة بإيه بانطلاق خروج طب من الأول للتاني امتصاص يبقى من الأول للتاني أنا غلط لأنه دي امتصاص طاقة الإلكترونية عشا يتحرك من الأول للتاني لازم ياخد طاقة ماذا يفقد طاقة من الرابع للتاني ولا من خامس للرابع ولا من الثاني للأول أهيه ليه بقى من الثاني للأول نرسم طاني أول ثاني ثالث رابع خامس أكبر طاقة منطلقة هيا عند عودة الإلكترون من المستوى الثاني للمستوى الأول السؤال اللي بعد كده يا شباب والسؤال ده حبايا بقلبي أنا هنا أعيب على وضع السؤال والله مش قصدي أن أنا أحرجه ولا حاجة بس أنا قصدي أن فيه هنا لفظ لو ما تقلش كده يبقى الإجابة اللي هو كان عاملها في الامتحان دي مش أحسن حاجة إيه هي هو كان بيقول ما قيم عددات كم N و ML هو أصلها ما احتمالات قيم عددات الكم وهقولك ليه بصي باب لو قال ما قيمت ما قيمت يعني عايز عدد كم واحد بس فيش خلافة لكن احتمالات يعني أذكر كل الاحتمالات الممكنة وأكدنا على الفرق من اللفظين دول طب نبدأ ما احتمالات N و ML في 5B هو بما أنه في 5B في حاجة أكيدة ما فيهاش احتمالات ان N بخمسة انت عايز مين بقى ML طب صعد بما أنك في ال P يبقى L بتاعتك بواحد يبقى احتمالات ML الممكنة كلها سالب واحد صفر موجب واحد بص بص عشان ك Jenny هزوت كلمة احتمالات يعني لو قال ما قيمة عدد الكام ما قيمة عدد الكام ما كنتش هيخطر الاحتمالات دي كلها كنت هيخطار دي بص بص انا مش مشكلتي اياه خلاص سيبك من دول خلص ان هي N بخمسة مش ممكن تبقى لأ Heavy دي اول حال ولكن هل اختerin اللي في قيمة واحدة ولا اخترت دول كلهم هو السؤال بيقول ما قيمة ولا ما احتمالات قيم قال لي LAN لا ما احتمالات قيم قلت له بس يبقى ML ليها ثلاث احتمالات ان هي تكون بسالب واحد صفر واحد ولذلك بنأكد وانت بتحلي في الامتحان خد بالك عشان الحتة دي بتلعب عليها كتير هو عايز قيمة ولا احتمالات قيم لو طلب قيمة كنت هيختار له قيمة واحدة بس الML لان ما ينفعش ML تبقى ثلاث قيم في نفس الوقت لكن لو قالك ما احتمالات قيم يبقى هتختار سالب واحد وصفر ومجاب واحد ويبقى الاختيار الصحيح عندك هو الاختيار رقم دا اذا علمت ان الفرق في الطاقة بين المستويين QL في زرة الهيدروجين يساوي عشرة واثنين من عشرة الالكترون فلت فان الفرق في الطاقة بين المستويين ML رقم اهل من كده مش محتاجة يعني رقم اهل من كده فين الوحيد اللي اهل من كده الف غلط اكبر ده بيساوي ده اكبر ده الوحيد اللي اهل يبقى الصح عندي هو الاختيار رقم دا لان فرق المستويات ودائما يا جماعة السؤال دا بيجيوا نبهنا عليه لان فرق الطاقة بين المستويات غير ثابت ولكنه يقول له كلما بتعادنا عن النواة اذا وجد الالكترونين لهم نفس اعداد الكمل اربعة دول في زرتين مختلفتين من غير ما بص الاختيارات ليه عمك بولي قال لا يمكن لالكترونين في نفس الزرة ان يتفق في اعداد الكمل اربعة فانت لما تقول لي ان فيه الالكترونين لهم نفس عدد الكمل اربعة انا افهم ان على طول دول في زرتين مختلفتين نفس مستويات طاقة الرئيسي غلط طب نفس الأوربيتال غلط زرتين وعنصرين مختلفين صح طب نفس المستوى الفرعي غلط بس كت واحد يقول لي مستر لا ما هو نفس الأوربيتال لا بابا لو نفس الأوربيتال هايبقى ليه بنفس عدد الكامل الرئيسي والسنوء المغناطيسي بس هيختلفوا في المغزال الالكترونيين عشان يتفقوا في عدد الكامل الأربعة لازم يكونوا في زرتين مختلفتين العنصر الذي عدد الزري 5 يشبه في خواص العنصر لعدد الزري 13 مستر لا نفسها فمت بتحلها بسرعة ازاي؟ مش الاولاني بخمسة؟ زويت 8 ده ده لو انا عايز ابقى بص ساروخ هو بيحل لان انت عارف ان احنا واحنا نزلين في الجدول بنزويت 8 8 18 18 18 32 بس هيعمل انا مش هحل كده هحل بالراحة عشانك مش هو خمسة؟ يبقى 1S2 2S2 2P1 الراجل طلع في المجموعة سريقية فانا عشان نجيب حد شبه وفي الخواص يبقى ينتهي بنفس التوزيع ده S فيها 2P فيها 1 13 هيليها أرجون 18 4S1 لا مزاي؟ اللي هيوزع القمسة عشر هيلاقيه 4S2 آسف 3S2 3P3 لا هيطلع في المجموعة 5A مزاي؟ انا عايز حد الS فيه 2 والP فيه 1 اما التلات عشر هيطلع نيون عشرة زي ما وعدتك او 3S2 3P1 بس كده ايوة هو انت ليه بقى؟ كده احنا الاتنين بنقع في نفس المجموعة لان نفس عدد الكترنات غلاف التكافر اما ده طبعا برضو غلط اي المركبات التالية يتميز بان طول الرابطة الايونية فيه هو الاكل؟ هاا السؤال ده حلو بيختبر معلومة حلوة قوي منه عدد تأكسد ومنه طول رابطة في امي 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 ا الام اين السلاسي والقوس هناك. ده مانجانيز موجب خمسة. حضرتك بتبحث عن اكبر طور رابطة ولا اكثر طور رابطة? قال لي اكبر طور رابطة. من غير ما يدي ارقام اهو. ليه? لان انا عندي قاعدة بتقول كلما زاد عدد الالكترونات المفقودة قل نق. يبقى اقل نق فيهم كان في مانجانيز موجب خمسة. بعد كده اقل منجانيز موجب اربعة. يعني بص ترتيبهم حسب نق اهو. ده مانجانيز موجب خمسة اصغرهم في نق. اكبر منه مانجانيز موجب اربعة. اكبر منه مانجانيز موجب تلاتة. واكبر نصف قطر عندك كان مانجانيز موجب اتنين. والايون اللي ليه اكبر نق يديك اكبر طور رابطة. شفت الفكرة? فكرة حلوة والله العظيم جدا. جميلة. يعني اللي حطاها في الانتحان بصراحة رقي جدا وعمل سؤال جميل جدا. طب يلا حبيب قال لي. اي الاحماض الاكسوجينية الاتية هو الاضعف? والله يا مستر عشان تجيب الاضعف لازم الاول تكتبهم كلهم على الصيف اهيدروكسلية. ومالوا حبيبي نكتب احنا ورانا ايه? اتش ياخد او يدينا او اتش. يفضل مع الان اوتو. اتنين اتش ياخدو اتنين او. يدينا اتنين او اتش. ويفضل مع السي او واحد. اتنين اتش ياخدو اتنين او. يدينا او اتش بايتو. ويفضل مع الاس اتنين او. اتش ياخد او. يدينا او اتش. ويفضل مع السي ال تلاتة او. انت عايز اضعف ولا اقوى واحد? اضعف? طب يبقى اضعف واحدة هو. ليه يا فندي معرفتينين بمجرد النظر? تتوقف قوة الحمضة على عدد الاكسوجيني? على عدد زرات الاكسوجيني الغير مرتبطة بالهايدروجي. وبالتالي فان الاضعف الاطلاق يبقى حمض الكربوني. طب لو كان سعلا عن الاقوى كنت قلت له البيروكلوري. لماذا يختفي اكسيد الالمونيوم عند اضافته قليل منه الى محلول هيدروكسيد الصوديوم مع التقليب? اعنسي تقولك.начي ده مترد. يتفاعل مع القلويات سالكا سلوك الاحمار يلا. لان الالمونيوم يقع في نفس الدورة مع الصوديوم? ايه التخريف ده? لان اكسيد الالمونيوم يتفاعل قاعدة مع هيدروكسيد الصوديوم? لا يتفاعل كحمض. ليه? هو يتفاعل مع القلويات كحمض? لان الصفة القاعدية تقلب في الدورة الواحدة بازيات العدد الزري? لا. ولا لان اكسيد الالمونيوم يتفاعل كحمد مع هيدروكسيد السوديوم. صح? ليه بقى? انا متردد. حضرتك ضفطيلي قلوي? انا هتفاعل كحمد. ما احنا قلنا? يتفاعل مع الاحمد كقلوي ومع القلويات كحمد وفي الحالتين يدي ملح وماء. اي العناصر التالية اكبر سليبية كهربية? ما تفكرش? ما تفكرش? اف تسعة. الاكبر سليبية على الاطلاق في الجدول. ليه يا اصلي ده تطلع كان اصغر نق. احنا احنا بمشرحها كده. فيه حاجات مش محتاجة انك توزع. العنصر الاصغر في نصف قطره هو الفلور وعليف فهو الاعلى سليبية في الجدول كله. اي المعادلات الاتية تمثل جهد التاين التاني للكلزم. ايه جهد التاين التاني ده? مقدار الطاقة اللازمة لفصل الالكترون من ايون يحمل شحنة مجابة. اه انت لأ. انت لأ. ايه ده? وانت لأ. يبقى هو سي ايه مجاب واحد. بنتدله انرجي. يتحول لسي ايه مجاب اتنين زائد الالكترون. طبعا دي لأ ان دي زره. وده ايون سالب. انا بافصل من ايون موجب. هنا بافصل. لكن هنا بيكتسب الالكترون. يا ابني جهد التاين بديله طاقة يخرج الالكترون. يبقى هو كان سي ايه مجاب واحد. اديته انرجي. بتتحول لسي ايه مجاب اتنين زائد الالكترون. اللي بعده. اللافل الزات. اللافل الزات عناصر نص قطرها كبيرة. لا صغير. اوه اعاوزك انت هتغلط من اولها. فانا اقول في اللافل الزات نص قطرها صغيرة. تتمعز بكبر كل حاجة. طب يلا. كهره مجاب غلط. دي تاين اللي فقط يا رجل دي تاين اللي اكتساب الالكترونات. ولما تكتسب الالكترونات تتحول لايون سال كمل كمل. جهدة ايونها كبير حاصر عشان نص قطرها صغيرة. ملها صغير? لا والله كده. انصاف اقترها كبيرة غلط. يبقى الجملة الوحيدة اللي صح. ان اللافل الزات عناصر جهد تاينها كبير. ويرجع ذلك الى صغر انصاف اقترها. عنصر اكس. عدد اكمل اربعة للالكترون الاخير في زرته هي دي. ما العدد الزر للعنصر واي الذي له اقل جهد تاين ويقع في نفسه. اف 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 اف. بلاش كده. خلينا احنا شوف اكس ده الاول. ان باربع. فور. اللي بتلاتة. اف. ام. ام ايه اللي بقى وجاب حاجات كده. لا اصبر. ام ايه اللي بكم? سالب واحد. سالب تلاتة سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة مجاب واحد مجاب اتنين مجاب تلاتة. طب ام ايه اس بكم? بمجاب نص يعني ان الالكترون اللي دخل في اتجاهها قارب الساعة. يعني بالبلد الاف فيها تلات الالكترونات. طب سوايا. مبدئيا عشان توصل لفور اف. بيبقى انت قلت زنون اربعة وخمسين. انا بفاهم نفسي بس. سكس اس. حطيت اتنين. وقمت رايح. حطيت في الفايف دي واحد. وبقى كده بدأت تملى الاف. فبقى كده. هو بقى ما بتكلمش عن اكس خالص. كده انت جبت العنصر اكس. حل? ما العدد الزر الواي. ما تكلمش عن اكس خالص. الذي له اقل جهد تاين ويقع في نفس دورة العنصر. خليك زيك يا لأ. العنصر اللي موجود في الدورة دي. وليه اقل جهد تاين اللي ليه اكبر نق. يعني العنصر بتاع وان ايه اللي في اول الدورة خالص هناك? اجيبه ازاي? طب مش انت عايز اول عنصر في الدورة السادسة. يبقى زيلن اربعة وخمسين. سكس اس وان. يا رواءانك. يا رواءانك. يبقى الراجل ده كان واي خمسة وخمسين. في حد كده? اه هو ده. يبقى عدد الزرية خمسة وخمسين. اولا انت فهمت ان العنصر اكس موجود في الدورة السادسة. هو بيقول لك بقى هتلينا واي اللي في نفس دورته وليه اقل جهد تاين. طب ما هو اقل عنصر ليه جهد تاين في اي دورة هي عناصر ايه? لانها الاجبر في نقر. فانت دورت في الدورة السادسة على عنصر في ايه? الدورة السادسة زيلن اربعة وخمسين. المجموعة ايه. يبقى الاس فيها الكترون. طبعا ده عنصر السيزيان. ده اللي مذاكر صح. مسكت سؤال جميل وراق ودايق والله العظيم. وفكرة حلوة جدا. اللي بعده. بعد اجراء تجربة رازق فرد باستخدام رفوخة الزivat. وجسيمات الف. تم استنتاج كل من ما ياء. شوحنة النواة. حصر. صح. خركة الالكترون حول النواة. خركة الالكترونات حول النواة. ولكن الكتل الزرية للعناصر. طبع. بص هو شوحنة النواة صح. وصغر подготов النواة. فحركت المفاصلة حول النواة. هما فاصرهاش بس عارف ان الالكترون بيدور حول النواة. لكن هل كان لياها علاقة بالكتل الزرية للعناصر? لا. يبقى يعتبر. نموذج رزا فرد شرح كل الكلام ده? هو عحد يفتكر ان انا قصدي اقول ان هو حركة الالكترونات يعني هو شرح ازاي الالكترون بتحرك? لا. بس هو اتكلم ان الالكترون بيدول حول النواة. وهو قال الكلام ده. قال ان الالكترونات بتدول حول النواة حركة مثل حركة الكواكب حول الشمس. تفسيرها عمل ازاي? لا ما قالهش بالتفصيل. يبقى هنا النموذج عمل كل ده معدد كتل الزرية العناصر. اي من الزرات او الايونات التالية لها اعلى ميل. السؤال ده خادع خادع وحلنا زيه في المراجعة بتاعك. ايه هي? ان اللي بيميل معنى كلمة له اكبر ميل يعني يميل لاكتساب الالكترونات. ده لا يميل لاكتساب الالكترونات. ولا ده. مع ان انت كنت هتصدع وتختار واحد من الاتنين دول. عارف ليه? هو ما جابش فلور وكلور. هو جاب ايون الكولوريد. ايون الكولوريد ده جماعة بعد ما اكتسب الالكترون بقى توزيعه زي الارجن. توزيعه زي الارجن. ما بقاش ارجن. وده بقى توزيعه زي النيون. يعني هما الاتنين اصبحوا في حالة استقرار. فالعناصر دي لا تميل لاكتساب الالكترونات. يبقى كانوا بيسألك مين في الاتنين دول اللي ميله اكبر اللي نصف قطره اصغر. فادي البروم وادي اليوت. اه يبقى هنا الاعلى ميل الالكتروني هيكون البروم. اش معنى يا مستري? لان البروم اصغر من اليوت في نصف القطر. وكلما اقل نقف ولما زاد الميل الالكتروني. سؤال جميل ورائع. والفكرة كلها ان الطالب غالبا هيتمرجح. السؤال هيمرجحه. هيوديه عند السي اللي لفلور. يقول لك ما احنا اخدنا الفلور. يا لاما ده مش الفلور. ده ايون الفلوريد وايون الكولوريد. اللي همش ميل اصلا. اللي بنتركبهم شبه للغاز الخامن. لبعده. ما العدد الزر العنصر اللي يقع في الدورة السادسة? اول ما قال في الدورة سيبقى الزرن اربعة وخمسين? من الجدول الدوري. ويعتبر من فلزات الاقلية الارضية. اه اه. طب ما خلاص. كده يبقى الاس فيها اتنين الكترون. مش انت عايز عدد الزرن اربعة وخمسين واتنين ستة وخمسين. ولو انت دحيح او ومزاكرة تبقى عارف ان العنصر ده باريام. يبقى العنصر عدد الزرن ستة وخمسين. هو ما طلبش اسم. بس انا قلت لك يعني. اللي بعده عنصر اما اعداد الكمل اربعة الالكترون الاخير فيها ايه. ما نوع المركبة الذي يكونه هزا العنصر وتكون لها الصيغة ام واتش. الحمد واللقاء. تعالي الاول اللي نشوف العنصر ده. شو هو العنصر اسم مهم? هادي. ان بكم? خمسة. ان بكم? صف. فايب اس يعني. طب ما خلاص يبقى الراجل ده كان توزيعه كريبتون ستة وتلاتين. عشان بعدها فايب اس. الام ايه اللي بصفر والام اس مقام نص يعني الاس فيها الالكترون واحد. ده لو كان اللي ازدوج كانت ام اس بصلب نص. اه. ده عنصر من وان ايه? عنصر فلزة. فلزة قوي كمان. يكون لمركب ام واتش? ده مركب قاعدة. ليه? لان الفلزات اكاسدها قلوي. بس كده. لكن لو كان لا فلز كنت قلت اكسيد وحامض. ما عادت تأكسد النيتروجين في نيترات الامونيوم? قلنا تاني. نيترات الامونيوم دي جماعة النيتروجين موجود فيها مرتين. مرة موجود في مجموعة الامونيوم ومرة موجود في مجموعة النيترات. يلا نبدأ. بسم الله. موجب واحد شحنة المجموعة بتساوي. الان مجهول زائد اربعة اتش في واحد. اربعة في واحد باربعة تروح الناحية التانية بسلب اربعة. سلب اربعة زائد واحد بسلب تلاتة. يبقى الان هنا في سلب تلاتة. روح الناحية التانية بطيخ. سلب واحد بيساوي. الان الجميلة هي بطة زائد تلاتة او. القول واحدة بكامية اللي مذاكر بسلب اتنين. تلاتة في سلب اتنين سلب ستة. راحت الناحية التانية بستة. ناقص واحد بخمسة يبقى الان هنا ليه حالتين تاكسود واحدة بسلب ثلاثة والتانية بمجاب خمسة فين 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 اهوم ملاحظة تاني ليه هنا كان عدد تاكسود النيتروجين سالبي ببطى لان النيتروجين اعلى سلبية من الهيدروجين طب ليه هنا عدد تاكسود النيتروجين مجابي بطيخة لان النيتروجين سالبيته اقل من الاكسجين وبناء عليه قلنا وهنقولها في الترمي التاني كمان مرة عدد تاكسود النيتروجين يكون سالبا في المركبات الهيدروجينية اللي بعد. الاسئلة المقالية. كده خلصنا الامدحان داخلنا على المقال. تعال يا سيد. ازا كان طول الرابطة في جزء النيتروجين. اه. ان تو واحد واربعة. وطول الرابطة في جزء النيتروجين. اه. اتش تو. ستة من عشر. احسبت له ايه عمي السؤال ده? النشدر دي يعني بين ان واتش. طب ما خلاص. بما ان ار ان الان بيساوي واحد واربعة من عشرة على الانين. طلعت بسبعة من عشرة انجستروم. وبما ان ار اتش نص قطر الاتش بتساوي ستة من عشرة على الاتنين. بتساوي تلاتة من عشرة انجستروم. طب من كده جبت نص قطر الان ونص قطر الاتش. يبقى ان ربط اتش بيساوي سبعة من عشرة. زائد تلاتة من عشرة. يطلع واحد انجستروم. اللي بعد. وضف ما يحدث من اكسادة واختزال في التفاعلات. المعادلة دي جماعة من اجمل المعادلات في تلت سنوات. يعني هشرح لكم حاجة كمان. اسمها اكسادة واختزال بعد ما خلص. اسمها اكسادة واختزال ذاتي. ذاتي. اللي هي بالبلد كده. هتشوفوا دلوقتي. المادة اللي هيحصل لها اكسادة ولا هيحصل لها اكتزال? هم الاتنين كانوا موجودين في نفس المركة. نبدأ باسم الله. مش ده الحديد? هنحسبه مرتين. مرة في المتفاعلات كان اف اي اي اس اوفر. مرة في النوعاتك بقى اف اي تو اه بقى اف اي تو اسر اي. يلا يا بطل اللي مذاكر. قال لي سهل لها مستر. بما ان الاس اوفر كلها على بعض دي. بسالب اتنين. مجموعة زرية. شحنتها بتساوي ايه تكافؤها? شحنتها بتساوي عدد التأكسر بتاعها. اف ايه مجهولة زائد واحدة اس اوفر في سليب اتنين. واحد في سليب اتنين سليب اتنين راحت الناحية التانية بمجاب اتنين. ادي اول حاجة. سفر بيساوي اتنين اف ايه مجهولي زائد تلاتة اوف سليب اتنين. تلاتة في سليب اتنين سليب ستة راحت الناحية التانية بمجاب ستة مجاب ستة بتساوي اتنين اف ايه يبقى اف ايه الواحدة بمجاب تلاتة. يلا يا بته. يبقى الاف ايه كان بمجاب اتنين بقى. بمجاب تلاتة حصله اكسديشن اكسدة. يبقى هو عامل بالمرة مختزل. كده خلصنا اول حتة. يبقى من قبل ما اكمل التاني هيحصل له اختزال وهو عامل مؤكسد. مين بقى التاني? تعالى لي بقى. هنمسك الكابريت نحسبه بقى هنا. الكابريت هنا كان في اس وفور. تعالى نحسب الكابريت هنا جوة المجموعة دي بك. سالب اتنين شحنة المجموعة. بتساوي. يلا بطل يلا بطل. اس مجهول زائد اربعة اوف سالب اتنين. قال لي تمام. اربعة في سالب اتنين سالب تمانية راحب بتمانية. ناقص اتنين بستة. يبقى الاس هنا كان بمجاب كام ستة. اللي هيطلع برة هيلاقي الكابريت خرج مرتين. اس وطو اس واس ري. اللي هيحسب هنا هيطلع بمجاب ستة. سبك منه. ده ما حصلوش حاجة. لان كان بمجاب ستة خرج بمجاب ستة محصلوش حاجة. الفكرة كلها في اس وطو. تعال. سوفر بيساوي اس زائد اتنين اوف سالب اتنين. اتنين في سالب اتنين سالب اربعة. راحة الناحية التانية بمجاب اربعة. اه ها هي دي. هي دي. كان بمجاب ستة بقى مجاب اربعة حصلو اختزال. يبقى الباشر هنا كان بيعمل كعامل مؤكسد. يبقى مين حصلو اكسدة? الحديد. حصلو اكسدة يبقى هو عامل مختزة. بينما الكابريت مجاب ستة. في جزء منه خرج بمجاب اربعة حصلو اختزال يبقى عامل مؤكسد. ويبقى الحديد والكابريت هما الاتنين المادتين اللي حصلوهم اكسدة واختزال. في نفس المركب ده بيسموه حبيب قلبي عشان تلت سانوي اكسدة واختزال ذاتي. اكسدة واختزال لنفسه. ان شاء الله عليه. طيب ده كده حبيب قلبي بالنسبة للاختبار الخاص بمحافظة الجيزة. تعال مع بعض ننتقل لاختبار محافظة اخرى. محافظة الفيوم. بيقولك ما نوع العنصر اللي زيتركيبه الالكتروني زينون سكس اس تو فور اف فورتين فايف دي وان. قد بلك انك لما حطيت الالكترونيات حطيتها ازاي? حطيت اول حاجة اتنين في الاس. وطبعا الكلام ده احنا عارفينه. جميل. ثم واحد في الدي وبعدها بدأت تسمى الاف. يعني اخر الالكترون دخل هو الالكترون رقم اربعة اشر هنا. مش ده. وبالتالي اخر الالكترون حطيته باداية دخل في فور اف فالعنصر ده انتقالي داخلي يتبع سلسلة اسمها اللانساندات فور اف. اللي بعده كل مما يأتي من خواص اشيعة الكاسود عادة انها. سيل من الالكترونات من خواصها. مجابة الشحنة مش من خواصها. تدخل في تركيب كل المواد صح. زالبة الشحنة صح. يبقى كل دي من خواصها عادة انها مجابة الشحنة. اللي بعده? بيقولك بعد كده التوزيع الالكتروني لزارة عنصر الفضة اي جي سبعة وارباين. طبعا بمجرد النظر. اول ما يقولك اي جي سبعة وارباين سباك من الاختيارات. يبقى كريبتون ستة وتلاتين. يفضل حداشر الالكترون. بعد كده نخش على كان اصلها المفترض اتنين تسعة. بس قلنا لما اديكم في تسعة. ينتقل الالكترون من اس اللي دي ليصبح ممتلئ. يبقى التوزيع الصح. كريبتون ستة وتلاتين. وبالتالي على عنصر توزيع جيم. اللي بعده. عند تقريب احد املاح الليسيام الى المنطقة غير المضيء املاحب بنزل. فانه يتلون باللون الاحمر. سخنناه يعني. ويفسر ذلك بان الالكترونات في زارة الليسيام المسارة تعود الى مستوى طاقتها المستقر. ولا تفقد. تفقد من الزرات. ولا يزيد عددها. ولا تنتقل لمستوى اعلى. لا. حبيب قلبي. هي الالكترونات لما انت سخنت تحبقت لمستوى اعلى. وهي راجعة بقى من المستوى الاعلى للمستوى الاقل. تفقد هذه الطاقة على هيئة طيف. له طول موجي معين وتردد معين اللي هو الضوء الاحمر ده. الفرق بين قيمتي جهد التأيون التاني والثالت يكون كبير جدا. بس بس بس. زي ما نعلمتك قبل كده. فرق بين جهد التأيون التاني والثالت يكون كبير جدا لو العنصر ده في المجموعة تو اي. ليه يا جماعة? عناصر تو اي اي عنصر في تو اي يفقد اتنين الكترون بسهولة. يصل بعدها لحالة الاستقرار. ليه التالت بقى هيكون صعب? لانه يؤدي الى كسر الى lênكتروني مستقر. يبقى انت هنا لما تقول لي النيون لأ. النيون هنا جهد التأيون الاول هو اللي كبير. هنا الفرق بين التالة والرابع هو اللي هيكون كبير. لان الالمنيوم يفقد 3 بسهولة فيصعب فصل الرابع. لكن هو بقولك انا عايز الفرق بين التاني والثالت هو الكبير. شوفت الفكرة? السوديوم اللي بين الاول والثاني. الاول بيخرج بسهولة والثاني صعب. اما العنصر هو الما بنسيم زي ما مجرد النظر انت لما تيجي على عنصر زي الماغنسيوم احد عناصر توزيعه نيون عشر اسري اس تو هتلاقيه بيفقد الالكترونين دول بسهولة عشان يصل بعدها لحالة الاستقرار وجهد التعاين التالت هيؤدي الى كسر النظام الالكتروني مستقر وده هيؤدي الى وجود فرق كبير بين جهد التعاين التاني والتالي في زارة الهيدروجين المسار ينبعث فوتون من الضوء المرئي طول الموجي ربعمائة ستة وتمانين نانو متر عندما ينتقل الالكترون من المستوى الرابع للتاني اكدنا جماعة ان الازارة الهيدروجين لا يظهر طيف مرئي الا عند عودة الالكترون من اي مستوى من التالت للتاني او من الرابع للتاني او من الخامس للتاني وبالتالي عشان يظهر طيف مرئي لابد ان يعود الالكترون للمستوى التاني اللي بعد كده مععدة تاكسود الفسفور في ايون البيروفوسفات طبعا انت عندك دي كلها بسالب اربعة تب conqueror بما ان الول واحدة بسليب اتنين. هنسوي المجموعة كلها بسلب اربعة. يبقى سلب اربعة بتساوي اتنين فوسفور زائد سبعة اوكسوجين في نقول واحدة بسلب اتنين. سبعة في سلب اتنين سلب اربعتاشر راحت باربعتاشر مقص اربعة يبقى عشرة. يبقى العشرة بيساوي اتنين بي. يبقى البي لوحدة هقسم الطرفين على الاتنين. تطلع البي عندك بموجب خمسة. وبالتالي عدد تأكسل الفوسفور في هذه المجموعة هو موجب خمسة. اللي بعده عدد الأوربيتالات في أحد مستويات الطاقة الفرعية. يمكن أن يساوي بمجرد النظر سبعة. ليه يا جماعة؟ لأن عدد الأوربيتالات عمره ما كان عدد زوجي. هو عدد فردي. واحد ثلاثة خمسة سبعة. طبعا المستوى الفرعي ده هو الاف. ما سيوجة أكسيد العنصر M الذي يقع في المجموعة سري A بمجرد النظر؟ بما أنه بيقع في المجموعة سري A يبقى الراجل ده عدد تأكسود مجموعة 3 يبقى لما يتحد مع الأكسوجين قد الـ M و قد الـ O. الـ M ثلاثة تيجي هنا. والأكسوجين ثنائي الـ 2 تيجي هنا. فتكون صيغة الأكسيد بتساوي M2 أو 3. مستوى الطاقة الفرعي الذي يوجد في جميع زرات العناصر بلاستثناء 1S أو ده موجود في حت. ده موجود من أول الهيدروجين هتلاقي 1S بس جدا. أما البقائين دول أصلا ما بش حاجة يسمعها 1B وما بش حاجة يسمعها 2D. طب ليه فور F مش موجود في الكل. F تزرر فيها مستوى طاقة واحد. إيه اللي هيوصلنا الفور F فانا? اي من زرات العناصر الاتية تكون عملية أكسادتها هي الأصعب. يعني يصعب فقد الالكترونات فيها. الـ N ايه يسهل? والـ M G يسهل. طب. والـ S يعني الـ S والـ F لا يصعب. بس الأصعب طبعا هو الـ F ليه? لأنه الأصغر في نق والأصغر في نق يصعب فصل الإلكترونات منه. ده مش بس كده. ده احنا وغدين ان عدد تأكسد الفور دائما سالب لأنه الأعلى سالبي. فيصعب انك تخرج منه إلكترو. ما أقصى قيمة محتملة لعدد الكم السنوي لأحد إلكترونات مستوى الطاقة الرئيسي N. K L M N. N ده جماعة المستوى الرابع. بيسأل عن إيه بقى عدد الكم السنوي؟ يبقى عدد الكم السنوي إيه اللي ممكن يكون? 0 1 2 3 يبقى أعلى قيمة محتملة ممكن توصل هي 3. ليه؟ إن انت لما تقولي المستوى الرئيسي N. هقولك المستوى الرئيسي N هو المستوى الرابع. وإذا كانت N بتسوى 4 فإن احتمالات L الممكنة 0,1,2,3 أقصى احتمال هو 3. ما عدد تأكسل الهايدروجين في مركب فوق أكسيد الهايدروجين بمجاب 1؟ هو ما سألش الأكسوجين يا جماعة قوعة تتلقبك. لكن لو كان سأل عن الأكسوجين كنت قلت له سالب 1. لأن إحنا واغدين إن حالة فوق الأكسيد الأكسوجين بيكون بسالب 1. وسوبر الأكسيد بيكون الأكسوجين بسالب 1. اللي بعده شباب بيقولك بعد كده مع عدد الأربطالات الممتلئة بالإلكترونات في زارة العنصر لعدد الزاري 17 وانتنا وانت قايلين نية عشرة سري اس سري بي فاير هنيجي على آخر مستوى فرعي عشان نشوف أربطالاته نرسمه تبعا لقاعدة هون خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة حبيب قلبي دول عشرة إلكترونات خمس أربطالات لأن كل أربطال بتشبع باثنين إلكترون ودي كمان أربطال وهنا كمان فيه اتنين مليانين هون يبقى كده عدد الممتلئ خمسة واحد ستة واثنين تمانية يبقى عدد الأربطالات الممتلئة بالإلكترونات تمانية طب النصف ممتلئة بالإلكترونات واحد بس خد بالك بقى حيب قلبي من فكرة السؤال ده لأن اللعب بلفز كده يخلي الناس تقع يقول ايه ما العنصر الذي يشبه العنصر بي فايف في خواصه الفيزيائي للأسف اللعبة في السؤال ده يا جماعة ان معظم الطلبة هتروح تقولك ايه بي خمسة وان اس تو تو اس تو تو بي وان جميل فيقولك يبقى احنا عايزين نجيب حد شبهه في التوزيع فيقوم ماسك اول عنصر الامونيوم نيون عشرة ها سري اس تو سري بي وان يقولك بس في مجموعته يبقى ليهم نفس الخواص اه بس اقرأ هو عايز خواص فيزيائي لا يا فاند هتختار لي يا بابا لأن البورن ده جماعة احنا مكلم عن خواص فيزيائي البورن من اشباه الفيزيائي والكما ان عندك السيليكون من اشباه الفيزيائي اللي شبهه في الخواص الفيزيائية هو عنصر السيليكون وليس الامونيوم سؤال اللي بعد كده ما الاكسيد الذي يزوب في هيدروكسيد البوتاسيوم انا عايز حاجة تدوب في هيدروكسيد بوتاسيوم طب من راحة بس البشمهندس ده قلوي مين يدوب فيه اللي يدوب فيه حاجتين اكسيد حامضي او متردد ده اللي ينفع يدوب في قلوي طب ده ينفع لا لأن ده قاعد وما فيش قاعدة دوب في قلوة طب ده ينفع؟ لا لأن ده قاعد وما فيش قاعدة دوب في قلوة طب ده ينفع؟ آه طب ده ينفع ليه؟ لأن ده متردد يتفاعل مع القلويات كحمد ومع الأحماض كقلوه في الحالتين يدي مع الحماي ده ينفع؟ لا لأنه قاعد يبقى مين في دول هينفع يدوب في هيدروكسيد البوتاسيوم؟ طبعا اللي هينفع يدوب هو زد NO لأنه أكسيد متردد يتفاعل مع هيدروكسيد البوتاسيوم سالكاً سلوك الأحمر ما أكبر عدد من الإلكترونات يكون لها عددي الكم إن بربعة وقل بواحد براحة بس إن بربعة وقل بواحد يبقى أنت بتتكلم عن المستوى الفارعي 4P بس كده فأنت بتقول إيه أكبر عدد من الإلكترونات ممكن يبقى موجود هنا طيب ما خلاص ست إلكترونات وده لأن المستوى الفارعي 5P اتشبع بست إلكترونات هو عايز إن بربعة وقل بواحد أي من اللي هناصر للأتير له أعلى جهد تأيون استنا بس وأقل ميل إلكتروني الغاز الخامل ليه؟ الغاز الخامل له أعلى جهد تأيون لصعوبة كسر نظام إلكتروني مستقر هل لي صح؟ طب ليه بقى له أقل ميل؟ لأنه في حالة استقرار وإحنا قلنا جماعة أي عنصر في حالة استقرار لا يمين لإكتساب الإلكترونات؟ سؤال حلو قوي ده ما عدد الأربطالات النصف ممتلئة بالإلكترونات في زرة عنصر عدد الزر 42؟ هو قال نصف ممتلئة طب حاضر يبقى هنا أصلا توزيع العنصر ده كريبتون 36 فاضل معنا 6 إلكترونات دخلت على 5S ثم 4D كان المفترض أنك تقول 2 أربعة عشان توصل إلى 42 ولكن ما ينفعش تديكن فيه أربعة وإنما حركنا واحد من S للD طبعا هنا الأربطال ده نصف ممتلئ وهنا عندي الD فيه خمس إلكترونات وبالتالي أهم واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة الناس اللي هتستعجل بقى تقولك عدد الأربطالات النصف ممتلئة خمسة بس ومش هياخد باله من الواحد ده وإنما الصح عندك أنه بيحتوي على ست أربطالات نصف ممتلئة سؤال بقى يا شباب بيقول أقصر ربطة في المركبات الآتية توجد في مركب نوع هو إيه الفرق من المركبات دي؟ الرجل الطيب ده يحتوي على آيون التتانيام مجاب 2 والرجل اللي جنبه ده بيحتوي على آيون التتانيام مجاب 2 بينهو تكافؤ تحت الكلور والرجل الطيب ده بيحتوي على آيون التتانيام مجاب 3 بينما الرجل الأخير ده بيحتوي على آيون التتانيام مجاب 4 يبقى بمجرد النظر دي أقصر ربطة ليه يا مستر؟ عرفت منين؟ أولا هم كلهم CL سباكم الBR دي طب هم كلهم CL في الموضوع ده لتي اي مجاب ربعة يديك اقصر ربطة لان احنا عندنا قاعدة بتقول كلما قاعدة معروفة قوي كلما زاد عدد الالكترونات المفقودة قلنا نصف القطر بس كده وبناء عليه حبيب قلبي هيكون عندك اقصر ربطة اللي فيها اقصر نصف قطر الايون وهو ايون التيتانيام مجاب ربعة اللي بعد فالاسئلة المقالية ما العلاقة بين طاقة الاسارة وجهد التأيون لاي زررة من زرات عناصر الجدول الدوري وهي في الحالة الغازية طبعا يا جماعة طاقة الاسارة دايما اقل من طاقة التأيون لي يا فندم لان طاقة الاسارة بتحرك الالكترون لمستوى اعلى داخل الزرة بينما طاقة التأيون بتخرج الالكترون برا الزر فانت لما تسألني على العلاقة اقول لك والله طاقة الاسارة دايما اقل من طاقة التأيون بس كده مش ممكن تبقى طاقة القصرة اكبر من طاقة التعاية. اللي بعده فسر يعتبر السيزيام انشط لفلزات اه لانه اكبر الفلزات حجما هو الاتبر اجماعة في الحجم او نصف القطر صح كده? والاكسر قدرة على فقد الالكترونات واحنا عندنا يزداد نشاط العنصر الفلزي بزيادة حجمه والزر وزيادة قدرته على فقد الالكترونات اللي بعده. عنصر اكس تتوزع الاتف اربع مستويات طاقة رئيسي يعني صحري. ويحتوي مستوي الطاقة الرئيسي الاخير على عدد من الالكترونات يسوي الضعف عدد الالكترونات المستوى كي. Кه L M N. كrada في اثنين ال الالكتروني. وقالوا يحتوي مستويات طاقة الرئيس الاخير. حاضر. يبقى دي اتنين تمانية. ها? انت عايز ايه بقى? هو في كم? اربع مستويات طاقة رئيسية? طب. انت بتقول ويحتوي مستويات طاقة الرئيس الاخير على عدد من الالكترونيات ضعف اللي موجود في كيف? اكتب التوزيع الالكتروني اللي زردت العنصر اكس حسب مبدأ البناء الصعوب. طب العنصر ده اولا اتنين وتمانية عشر وتمانية وعشرين واربعة اتنين وتلاتين. ده مع اتنين وتلاتين الالكترونيات. ده العنصر. عايز توزعه طبعا لمبدأ البناء يبقى العنصر ده. وان اس تو. تو اس تو. تو بي سكس. سري اس تو. سري بي سكس. فور اس تو. سري دي تن. فور بي. تقوم حاطط هنا اتنين الالكترونيات. ما انت قلت المستوى الرئيسي الاخير. في عدد من الالكترونيات ضيع في المستوى الاول. اهو. دي الالكترونيات في المستوى الاخير. اربعة الالكترونيات اتنين في الاس واتنين في البي. ما العدد الزر للعنصر اتنين وتلاتين. بالمرة بقى. طب العنصر ده يتبع الفئة مين? والله يا جماعة العنصر ده يتبع الفئة بي. المجموعة اتنين واتنين اربعة يبقى يقع في المجموعة فور اي. بس كده. ده بالنسبة للعنصر اكس والاسئلة اللي كانت علي. يقولك بعد كده ازا كان طول الرابطة في جزيء الهايدروجين اتش توب ستة من عشرة انجستروم. يعني اتش رابطة اتش. ستة من عشرة. وطول الرابطة في جزيء النشادر. يعني بين ان واتش. واحد انجستروم. جميل. كمل حضرتك. وطول الرابطة في جزيء الماء. يعني بين الاو والاتش. ستة وتسعين من مية انجستر. المطلوب احسب طول الرابطة في جزيء اكسيد الناتريك. هيبقى عشان نجيب طول الرابطة في اكسيد الناتريك. لازم يعرفنا الان دي بكام والاو دي بكام. طب ما احنا عشان نجيب الان لازم يكون معنا الاتش. يبقى اول حاجة بما ان ار اتش نص خطر الاتش بيسوي طول الرابطة ستة من عشرة اقسم على الاتنين طلعت بتلاتة من عشرة. كده جبنا الاتش وعليه? فان ار ان بتساوي طول الرابطة بين ان و اتش واحد. ناقص التلاتة من عشرة. يطلع سبعة من عشرة انجسترون. كده جبنا الان بكام. فضلنا الاو. وعليه برضو. فان ار اوه بتساوي. طول الرابطة بين الاتنين كانت ستة وتسعين من مية. هشيل منها الهايدروجين تلاتة من عشرة. طلعت ستة وستين من مية انجسترون. كده بقى معنا الان بسبعة من عشرة والاو بستة وستين من مية. وعليه فان طول الرابطة بين ان و او بيساوي. سبعة من عشرة زائد ستة وستين من مية تطلع واحد وستة وتلاتين من مية انجسترون. ده كده بالنسبة لك طول الرابطة بين ان و او جزيء اكسيد الناية. اللي بعد كده بيقولك اختر من رموز العناصر الافتراضية الاتية. عنصر له اكبر سليبية كهربية. اولا ما تيجي نبص مين دول. حبيب الله هيبص هنا. هيلاقي ان العنصر ده كتسعتاشر. ده بوتاسيام. وده كريبتون ستة وتلاتين. غاس خامل. وده سيلكون اربعتاشر من عرفهم. وده كلور سبعتاشر. دي كلها حاجات اصلا في الحفظ عندنا. انت بتقول عايز العنصر اللي ليه اعلى سهل بسليبية كهربية. هيبقى عنصر الكلور. دي سبعتاشر. هو الاعلى في السليبية لانه في عناصر المجموعة سيفين ايه. الشبه في لز. الشبه في لز طبعا زاد اربعتاشر. عنصر السيليكون. اللي بعد عامل مختازل قوي يعني يتأكسد بسهولة. البوتاسيام كيه تسعتاشر احد عناصر وان ايه. عايز غاس خامل العنصر واي ستة وتلاتين. طبعا ده اهو من غير ما اكتبها لك كان اسمه اكسيد سعتاشر. وبكده يبقى انت رضيت على الاربعة اسئلة بتوى. ننتقل بعد كده بقى حبيب قلبي لمحافزة بانسواف. تعال يا باطل. بيقولك بعد كده عنصر يحتوي على خمستاشر اربتال ممتلئ واربتال نصف ممتلئ. قمت انت عامل ايه? ارجون تمنتاشر. ايه ان دول كده حبيب قلبي تسع اربتالات ممتلئين. تغش بعد كده على فور اس توس ري دي تن. ايه ده ممتلكت. معه كده حبيب قلبي. ادي كمان اربتال ممتلئ. وادي كمان خمسة ممتلئين. كده وصلت للخمستاشر الممتلئين. وايه كمان? واربتال نصف ممتلئ. يبقى الفيئة واحد. بس. عشان يبقى اربتال نصف ممتلئ. يكون عدد الكترنات مستوى التطاقة الرئيسي الاخير فيه. مستوى التطاقة الرئيسي الاخير فيه الرابع. خلاص يبقى اتنين وواحد تلاتة. يبقى مستوى الطاقة الرئيسي الاخير يحتوي على تلاتة الكترونات. طب لو كان سأل عن مستوى الطاقة الرئيسي القابل الاخير. لا حبيب قلبي. القابل الاخير كان هيبقى سري اس وسري بي وسري دي. ده لو سأل بس بحلها هنا. عشان لو سأل عندك عن قابل الاخير. كان هيبقى سري اس وسري بي وسري دي اللي هم اتنين وستة وعشرة يبقوا تمنتاشر. لكن هو سأل عن عدد الكترونات مستوى الطاقة الرئيسي الأخير ثلاثة إلكترونات. ما عدد إلكترونات مستوى الطاقة الرئيسي الأخير في أيون العنصر ده. طب اولا تعال نوزع العنصر نفسه. العنصر نفسه كان ارجون 18 فور اس ستو سري دي سيكس. فقط ثلاثة إلكترونات صح كده? قال لي اه. لما فقط ثلاثة إلكترونات حبيب قال بي. فقد اتنين من هنا. وفقد واحد من هنا بقى دي في خمس. يبقى توزيعه. ارجون 18 سري دي كام سري دي فايف. انت هنا بتسأل عن عدد إلكترونات مستوى الطاقة الرئيسي الأخير. طب مين كده حبيب قالبي? هو بيقول في أيون العنصر ده. طب في أيون العنصر ده. هل فيه إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير? ولا ست إلكترونات? ولا ثمن إلكترونات? ولا تلاتاشر إلكترون? طبعا هنا بقى المستوى الأخير عندك المستوى الثالث. اللي هو سري اس. سؤال جامد او يا جماعة. اللي مش هيركز هيلاقي نفسه أمواقع فيه. ليه? واحد يقول لك المستوى الأخير الرابع. لأ ما هو الرابع خلاص خرج. الاثنين بتوع الاس. وبكده يبقى انت عندك الاخير بقى التالت. اثنين في الاس. ستة في البي. ودي هنا فيها خمسة. اثنين وستة. تمانية وخمسة. تلاتاشر. يبقى عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير لأيون هذا العنصر. بيساوي تلاتاشر إلكترون. ده سؤال في الرائق كده. ارتداد نسبة ضئيلة جدا من جسامات الفة في تجربة رازرفورد استدل بيه لأول مرة أنه يوجد بالزرق نواة. ما هو الجزء اللي ارتد ده لاستضامه بجسيم صغير الحجم على الكسافة هو النواة. كل مما يلي من خواص أشعة المهبط معدى أنها تسير في قطوة مستقيمة دي من خواصة. لها تأثير حراري من خواصة. لا تتأثر بالمجالين غلط. ده مش من خواصة. سالبة الشحنة من خواصة. يبقى فعلا كله من خواصة معداجين. ما هو كان بيسأل عن الجملة اللي مش مين خواصة. اي مما يلي انحرف جهة القطب المجب في المجال الكهرباء? حد سالب. الفة مجابة تنجزب لمين يا جماعة? لا. طب اشعة المهبط سالبة تنحرف للقطب المجب. جاما ما لها الشحنة. اشعة اكس ما لها الشحنة. وبناء عليه بقى الصحة عندنا ان اشعة المهبط تنحرف جهة القطب المجب لانها سالب. اذا امتصى الالكترون كما من الطاقة فانه لا ينتقل من مكانه غلط. ينتقل الى مستوى اعلى يتناسب مع كمية الطاقة الممتصة صح. ينتقل الى جميع المستويات الاعلى غلط. ينتقل لمستوى اقل غلط. يبقى الجملة صح انه ينتقل الى مستوى طاقة اعلى يتناسب مع طاقته. طبعا جماعة وتصبح الزرة مسارة. اللي بعده ما النسبة بين ان عدد الاربطالات ايه في مستوى الطاقة الرئيسي. وعدد الالكترونات بي التي يتشبع ليها. طبعا من غير ما اتفكل. النسبة بينهم جماعة هو ايه? عدد الاربطالات ايه? وعدد الالكترونات بي? طب واحد الى اتنين. البي بيكون ضعف الايه على طول? يبقى البي اتنين والايو واحد ليه? لان كل اربطال بيتشبع باتنين الكترون. فيكون عدد الالكترون دايما ضعف عدد الاربطالات. يجب محتاجة خلص. عنصر ينتهي توزيعه الالكتروني بالمستويات الفرعية. ما العدد الزر للعنصر الذي يصدقه مباشرة في نفس المجموعة. طب ما انت عشان تجيب اللي شبهه في نفس المجموعة. بدل ما انت كريبتون هتبقى ارجل وتقوم مكرر نفس الكلام. مش نفس المجموعة على نفس التركيب الالكتروني. يبقى 4S2 3D5. يبقى العنصر عدد الزر يكام? 18 و 22 و 25. هو الف نفس المجموعة ما قالش في نفس الدورة يا شبهه. اللي بعده عند امتلاق المستوى الفرع 3D بالالكترونات فان الالكتروني الجديد يشغل المستوى الفرع 4P على طول. جبت منين الكلام ده? يا رجل يا طيب مبدأ البناء. 4S3D بعدها 4P. يملأ المستوى الاقل في الطاقة اولا ثم المستوى الاعلى في الطاقة. اللي بعده عند التحليل الكهرابي لجميع المركبات التالية يتصاعد غاز الهايدروجين عند الانود. ما عدا? ما عدا المية. طب لي يا جماعة في البقين كلهم بيطلع الهايدروجين عند الانود. ده هييدروجين بسالب واحد يتجه للقطب الموجب. ده هييدروجين بسالب واحد يطلع عند الموجب. هنا ده بسالب واحد. بينما في المية الهايدروجين بموجب واحد مش هيطلع عند الانود بقى. ده الوحيد اللي هيطلع عند الكاسر. دي حتة طبعا في اعداد التأكسد واحنا مأكدين عليها. العنصر الذي ينتهي تركيبه الالكتروني بالمستويات دي. يقع سهلة خالص. يقع في الدورة الرابعة. رقم الدورة بين جانب الاس. ورقم المجموعة ادي اتنين في الاس واتنين في الدي بقى المجموعة full b. يبقى الدورة الرابعة المجموعة full b. الدورة الرابعة والمجموعة full b. اوعى تنسى ان العلامة دي اللي شبه البيو قبلها واحد معناها اربعة خمسة ناقص واحد يبقى هو في الدورة الرابعة والمجموعة فور بي اللي بعده من نوع العنصر الذي عدد الزر 28 وزعه هيبقى ارجون 18 فور اس 2 كده 20 يتفضل 8 الكترونات يتحطوا فيه يبقى العنصر ده عنصر انتقالي رئيس اللي بعده الزر التي لها اكبر نص قطر في الدورة الرابعة من الجدول الدوري توجد في المجموعة من غير ما تفكر 1A الاجبر حجما دايما في اي دورة 1A والاصغر حجما 7A اي العناصر التالية نصف قطر ايونه اكبر من نصف قطر زرته معنى الكلمة له ايون سالم الوحيد هو الفلور بينما البقين دول الكي بيتحاول لكي موجب نصف قطر الايون الموجب اصغر من زرته الليسيام بيتحاول لل اي موجب والام جي بيتحاول لام جي موجب والقاعدة ان نصف قطر الايون الموجب اصغر من زرته يبقى الوحيد انه هيكون نصف قطر ايونه اكبر من زرته هو الف لانه بيتحاول لف سالب عند اكتسابه لالكترون تزداد الشحنة السالبة ويزداد التنافر فيزداد نصف القطر ما الترتيب الصحيح لانصف اكتر هيزيل عناصر اوكسوجين ماغنيسيام كابريت طب والله مش محتاجة خلاص اولا هنا كده بمجرد النظر انت لما يبقى عندك الاوكسوجين كده هتلاقي تحتيل كابريت كده فلو حضرتك كده اللي تحتيك ده اكبر منك والماغنيسيام ده في نفس الدورة مع الكابريت وانت عارف ان احنا راحين كده نق بيقل يبقى اكبر نق عندنا هو الماغنيسيام ثم الكابريت ثم الاوكسوجين ماغنيسيام كابريت اوكسوجين يبقى الترتيب الصحة انا وانت في نفس الدورة كلما اتجاهنا من اليسار اليمين يقل نق يبقى انا الاكبر في نق منك وانت اكبر من اللي فوقين بس كده اللي بعده ثلاثة عناصر A و B و D تقع في سلاس مجموعات متتالية في دورة واحدة والعنصر دي غاس خامل ما هو لو العنصر دي ده في المجموعة الصفرية يبقى العنصر B اللي قبلية احد عناصر الهالوجينات والعنصر A اللي قبلية شباب هيكون في المجموعة 6A تفضل حضرتك بيقول فان ايون العنصر ايه عند اتحاده مع الهيدروجين مش محتاجة هيكتسب الكترونية يبقى ايه سليب اتنين على طول كده ليه عنصر في 6A يعني معه 6 الكترونات في المستوى الاخير يمين الاكتساب اتنين الكترون للوصول لحالة الاستقرار عشان يبقى معها 8 يبقى ايه سليب اتنين لبعده اي الاخماض الاكسوجينية التالية اكثر خامضية بمجرد النظر طبعا انت عارفهم الباش مهندس طب ليه حمد البركولوريك كان هو الاكثر خامضية والله بنكتبه على الصيغة الهيدروجينية اتش تاخد او يبقى او اتش السي ايه اللي يفضل معها 3 او طبعا هو اقوى حمض لانه هو اكبر حمضي في عدد من زرات الاكسوجين الغير مرتبطة بالهيدروجين ما التوزيع الالكتروني للايون المنجانيز مجب 3 والله يا مستر المنجانيز نفسه 25 كان ارجون 18 4S2 3D5 عايز تخرج كم الالكترون اللي عايز اخرج 3 خلاص يبقى اتنين من هنا واحد من هنا يفضل في الـD4 يبقى ارجون 18 3D4 ده التوزيع الصحي طبعا الالكترونات زي ما احنا نبهنا تخرج من الـS اولا ثم من الـD لان الـS ده هو الابعد عن النواة واحنا عندنا قاعدة تخرج الالكترونات دائما من المستوى الفرعي زي عدد الكام الرئيس الاعلى اللي هي معناها ببساطة الابعد عن النواة في التفاعل ده ما معادلة نصف الصحيح للاختزال ثانية واحدة انا كنت مجي بقيت موجب 2 ده ده نص الاكسادة بينماك انا كنت CL2 بزيرو خرجت بسلب واحد بل اختزال يبقى الصح ان CL2 اللي كان بصف رحله لتنين الكترون من عند الماغنسيا فتحول الى ايونات الكولورايد السلبة من غير ما بص على الاختيارات يبقى الصح عندي ده نصف تفاعل الاختزال اكتساب الالكترونات ونقص في الشحنة الموجب اما الباقي ده كله طبعا ورطة اللي بعد كده شباب عدد تأكسد النيتروجين في ايون الامونيوم سهلا بما ان الايون كله بموجب 1 الان مجهولة زائد 4H4 في 1 4 في 1 باربعة تروح الناحية التانية بسالب 4 سالب 4 زائد 1 يبقى بسالب 3 يبقى الان هنا كان بسالب 3 وطبعا يا جماعة الان هنا عدد تأكسده سالب لانه اعلى سالبية من الهايدروجين اللي بعده بيقولك يكون عنصر اليود 4 احماض اكسوجينية اهم قدامك احسب عدد تأكسد اليود في اقوى الاحماد اولا بمجرد النظر اهو اقوى الاحماد لان ده لو اتكتب على الصيغة الهايدروجينية H هتاخد الO يبقى OH يفضل مع اليود 3 اكسوجين فهو اكبر حمض في عدد زرات الاكسوجين الغير مرتبطة بالهايدروجين تعالى نحسب اليود صفر بيساوي واحدة H بواحد زائد اليود مجهول زائد اربعة او في سالب اثنين اربعة في سالب اثنين سالب تمانية واحد سالب سبعة تروح الناحية التانية بمجرد سبعة يبقى عدد تأكسد اليود هنا هو مجرد سبعة وعلى فكرة دي اعلى حالة تأكسد لليود لان احنا قلنا قبل كده ان اليود ده احد عناصر 7A واكدتلكم على معلومة كده اللي كان بيحضر الشرح معنا على المنصة ان اعلى حالة تأكسد لأي عنصر لا تزيد على الرقم مجموعته رتب العناصر دي تصعوديا حسب نق يا السلام اولا بمجرد النظر انت بتتكلم عن C6 بص 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 C6 بعدها O8 انت جاي كده في الدورة بعدها F9 بعد كده جاي لفين تاني ايه ده الاكسوجين كبير موجود لا يا اخي استنى استنى معلش C6 N7 O8 F9 طب ما دول في نفس الدورة يعني وانت رايح كده يقل لنق انت عايز ايه عايز ترتبهم تصعوديا حسب نق يبقى اصغر 1C6 اوه لا اكبر 1 هزعل يبقى اصغر 1F9 اللي اكبر منه O8 اللي اكبر منه N7 واكبر 1 كربون 6 بس كده طب حسب جهود التأيون اعكسها عشانت عايزة تصعوديا حسب جهود التأيون والله هيبقى هنا اللي كان اكبر في نق هو الاقل في جهود التأيون بعد كده اه هنا في حاجة ايه بقى الحاجة اللي هو هيعملها هنا بص بقى المستر ام عامل ايه المستر ام عامل O8 يا ليلى وهنا واقع ناس كتير اكيد هيقع ناس كتير تقول لي مستر ليه هيقع ناس كتير وايه الغلطة ايه الحركة اللي انت عملتها دي انت ليه معكستش لان المحترم لو مسك ألم ووزع في جهود التأيون هيلاحظ حاجة ان النايتروجين به مستوى فرعي نصف ممتلئ جميل جدا وده هيخلي جهود التأيون النايتروجين يزيد بمقدار بسيط عن جهود التأيون الاكسوجين حيث ان ذلك يؤدي الى كسر نظام الكتروني مستقر وبالتالي هيكون جهود التأيون النايتروجين هو اللي اعلى من الاكسوجين وده الحتة اللي هو كان لعب فيها في المحافظة دي بصراحة السؤال ده حلي طب اللي بعد كده حبيب قلبي ايه ده ده احنا كده خلصنا قلت كده حبيب قلبي بقى خلصنا مع بعض الجزء الخاص بمراجعتنا ارجو ان احنا نكون على مدار الترم ده قدرنا ان احنا نوصل لكم المعلومة بشكل مبسط وارجو كده ان حبيبنا ان شاء الله يكتهدوا يذكروا ويرفعوا رأسنا كالعادة ده اللي احنا متوقعينه منك وده اللي احنا مستنينه وقوعة تنسى ان التعب والمجهود ده كله بيهول في اللحظة الاخيرة لما نشوف فرحتك وفرحة اهلك وانت بتحقق بإذن الله الدرجة النهائية في الكيميا في النهاية كالعادة لا يسعني صديق العزيز بطيخة الجميلة المتوسطة الا ان انا اقول لك ان يعني اهو يعني مش هنستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه وبإذن الله ان شاء الله هنتقابل مع بعض في الترمي التاني بإذن الله مع شرح جديد وشغل جديد بإذن الله بنقدمه لك بكل حب نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتقبله مننا ان انت كده حبيب قلب تعمل اقصى ما عندك كالعادة عشان تحقق افضل نتيجة شوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته